بسم الله الرحمن الرحيم يصر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطق أن تقدم لكم هذه الماتق معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني الذي حققه وخرج شواهده وعلق عليه وقدم له وترجم للرماني وأرخ لعصره الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي ينشر الكتاب دار نهبة مصر للطبع والنشر بالقاهرة تحليل كتاب الحروف لعل علي بن عيسى الرماني ألف كتاب الحروف على مثال كتاب الحروف لأرستاليس الذي أشار إليه ابن النبيم حيث قال وترتيب هذا الكتاب كتاب أرستاليس على ترتيب حروف اليونانيين وأوله الألف الصغرى ونقلها إسحاق والموجود منه إلى حرف مو ونقل هذا الحرف أبو زكريا يحيى بن عدي وقد يوجد حرف مو في اليونانية لتفسير الإسكندر وهذه الحروف نقلها إصطاف الكندي وله خبر في ذلك وقد بدأ الرماني بالحروف الأحادية ثم ثنى بالثنائية ثم تحدث عن الثلاثية في الرباعية وقد أورد الرماني هذه الحروف في سلك لا يخضع لنظرة ذات اتجاه منظم فقد تحدث عن الحروف بالترتيب الآتي الحروف الأحادية الهمزة الباء التاء السين الفاء الكاف النام الواو الحروف الثنائية وقد أوردها على النسق الآتي الحروف الثلاثية منذ نعم بلى ثم جيري خلى رب على سوف إن أن ليت ألا إله إذا أي ثم ساق الكلام عن حاشة حتى كأن كلا لولا لوم لعل ألا أما إما هلا لما لكن تلك هي الربعية وبمراجعة هذا الترتيب الذي أورده يلحظ أنه ألف التزم الترتيب على حسب الأحرف الهجائية في الحروف الأحادية با لم يلتزم هذا الترتيب في الحروف الثنائية فهو يرد بل بعد ياء وقد بعد من ومذ بعد هن وقد تجد شيئا من هذا في الحروف الثلاثية والرباعية قد يقال ربما رتب الرماني هذه الحروف ترتيبا يخضع لنظام غير ترتيب الحروف الهجائية كأن يرتبها على حسب العامل منها أو الهامل على حد تعبيره أو التي تعمل النصب معا أو التي تعمل الجر كذلك ولكن لك تطبق شيئا من ذلك أو غيره فلا تمضي في الطريق حتى يلتوي عليك أو يغنق والرماني في حديثه عن الحروف يذكر الحروف ويبين أعامل هو أم هو هامل ثم يرد الاستعمالات المختلفة مبنية على أقوال النحات وما حكي عن أئمتهم كالخليل وسيبويه والمازني والمبرد وعلي بن سليمان الأخفش وقد يكتفي بإراد ما يقول هؤلاء الأئمة دون تعليق عليها حينا وقد يعقبها بتعليق أو تفنيد أو تفسير أو اعتراض أو ترجيح وحينئذ تبرز شخصيته في وضوح وهو غالبا يعتمد ما يقوله سيبويه ويخالف الكسائية والفراء وقد رأيته يستشهد بابن جني والربعي ويعلق على رأي للربعي بأنه قريب وأن كل منهما تلميذ لأبي علي الفارسي على حين أنه لم يستشهد بالفارسي مع أن له آراء متعالمة مشهورة فالفارسي مثلا هو الذي روى البيت إذا زرتنا فامنح بطرفك غيرنا كما يحسب أن الهوى حيث تنظر جاعلا مكان كما كي ومع ذلك فقد طوى الرماني ذكره ولم ينشر خطره ولا أدري لذلك سببا إلا أن يكون قد أضرب صفحا عن الفارسي لقولته التي رماه بها والتي تعرضت لتحليلها فيما مضى من حديث لترى في كتاب الحروف قواعد عامة قواعد عامة تعد أصولا نحوية كأن يقول المظمر يرد الأشياء إلى أصولها في غالب الأمر أو يقول لا يجوز أن تقع أو مع الأفعال التي تقتضي فاعلين والرماني في كتابه الحروف يعرض آراء البصريين والكوفيين وقد يسردهما سردا لا تعليق فيه ولا تعقيل فلا تكاد عندئذ تتبين مذهبه النحوي وقد تجد ما يدل على بصريته في خفوت حينا كأن يقول مذهب البصريين وزعم بعض الكوفيين وفي وضوح حينا كأن يضرب صفحا عن الشاهد الواحد فلا يعتد به ويعده شاذا لا يؤخذ به ولا يقاس عليه ومما يتصل بمذهبه النحوي وأنه إلى البصرية أميل تحكيمه مذاهب النحات في قراءات للقرآن الكريم ويحكم على قراءة صحيحة بأنها بعيدة عند النحويين كما حكم على قراءة تماما على الذي أحسن وكذلك تعليقه على قراءة لأقسم بقوله وفيها نظر والرماني ينزج كلامه في النحوي بما يتصل بعلم المعاني فقد ذكر أن الهمزة تكون للإنكار والتوبيخ والاسترشاد وتقرير الخبرية في قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير وإن خرج مخرج الاستفهام وقوله قد تقع اللام بمعنى العاقبة وقد يقع الأمر موقع الخبر فقوله تعالى فليندد له الرحمن مدى والرماني يؤيد ما يذهب إليه بالصحيح من الشواهد القرآن الكريم والشعر العربي وقد رأيته يستشهد بالحديث الشريم كما أورد بيتا لبعض المولدين وعلق على قوله بالقبح وتجد إشارات إلى لهجات القبائل في قلة يذكرها في معرض الحديث عن الاستعمالات المختلفة للأحرر كإشارات إلى لهجة هذيل والحرث بن كعب والتميميين والحجازيين كما يتعرض لرسم المصحف ويحتج به كتاب الحروف الحروف الأحادية الهمزة منها الهمزة وهي تستعمل في موضعين في النداء والاستفهام فإذا استعملت في النداء فلا ينادى بها إلا القريب دون البعيد لأن منادات البعيد تحتاج إلى مد الصوت وليس في الهمزة مد وإذا استعملت في الاستفهام فإنها تأتي فيه على أوجه منها أن يكون على جهل من المستفهم فقولك أقام زيد أزيد عندك أم عمر ومنها أن يكون إنكارا أزيد أمرك بهذا أمثل عمر يقول ذلك فقوله تعالى أَا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ أَيَدْ ذَكَرَيْنِي حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيْيْنِ ومنها أن يكون توبيخا فقوله تعالى أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ هذا توبيخ لعيسى عليه السلام في اللفظ ولقومه في المعنى لأن الله تعالى علم أن عيسى لم يقل ذلك ولكن قال ذلك له بحضرة قومه يوبخهم على ذلك ويكذبهم فيما قالوه ومنها أن يكون تعجبا كقولك أيكون مثل هذا ومنها أن يكون استرشادا كقولك للعالم أيجوز كذا وكذا كقوله تعالى أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وذلك أنهم استرشدوا ليعلموا وجه المصلحة في ذلك وقيل هي تعجب تعجبت الملائكة في ذلك وزعم أبو عبيدة أنها إيجاب وليس بشيء لأن الملائكة لا توجب ما لم يوجبه الله ولا تصرف همزة الاستفهام على معنى الإيجاب لأن الاستفهام خلاف الواجب وتكون تقريرا وتحقيقا وذلك إذا دخلت على ما أو لم أو ليس كقولك أَمَا أَحْسَنْتُ إِلَيْكَ أَلَمْ أُكْرِمْكَ أَلَسْتُ بِخَيْرٍ مِّنْ زَيْدٍ والجواب بلى وإن شئت قلت أَلَسْتُ خَيْرًا مِّنْ زَيْدٍ قال جرير أَلَسْتُمْ خَيْرًا مِّنْ رَكِبَ الْمَطَايا وَأَنْدَى الْعَالَمِينَ بُطُونَ رَاحِي وَيَكُونُ تَسْوِيَةً وَذَلِكَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَابِعِ وَهِي مَا أُبَالِي أَقُمْتُ أَمْ قَعَدْتُ وَلَيْتَ شِعْرِي أَخَرَجَ أَمْ دَخَلْ وَمَا أَدْرِي أَأَدَّنَ أَمْ أَقَامُ وَسَوَاءٌ عَلَيَّ أَغَضِبْتَ أَمْ رَضِيْكَ قال الله تعالى سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ وقال حسان ما أُبَالي أنبَّى بالحزن تيسٌ أَمْ لَحَانِي بِظَهْرِ غَيْبٍ لَئِيمٌ حاشية الشاهد من قصيدة لحسان رضي الله عنه يذكر أصحاب اللواء يوم أحد وأول هذه القصيدة منع النوم بالعشاء الهمين وخيال إذا تغور النجوم وقيل الشاهد قوله المشهور رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم وأنبَّى بمعنى صاحة والحزن ما غلُب من الأرض لحاني لا من انتهت الحاشية وإذا دخلت همزة الاستثام على همزة الوصل ثبتت وسقطت همزة الوصل وإن كانت همزة الوصل معلام المعرفة مُدَّت ولم تُحذف لأن لا يشتبه الاستثام بالخبر وذلك كغولك أَمِ رَجُلٍ قَالَ ذَلِكَ أَمِ الْمَرْأَةُ قال الله تعالى أَيَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونِ وإذا دخلت على همزة القطع جازلك أربعة أوجه أحدها أن تحقق الهمزتين فقولك أأنت قلت ذاك والثاني أن تحقق الأولى وتلين الثانية قول ذا الرمة أَإِنْ تَرَسَّمْتِ مِنْ خَرْقَاءَ مَنْزِلَةً مَا الصَّدَابَةِ مِنْ عَيْنَيْكِ مَسْتُومٍ حاشية ذا الرمة بضم الراء وتكسر قطعة حبل بالية قال أبو عمر بن العلاء بدأ الشعر بامرئ القيس وختم بذا الرمة مات في أصبهان سنة سبع وعشرة ومئة عن أربعين سنة قال الأصمعي مات ذا الرمة عطشان وأتي بالماء وبه رمق فلم ينتفع به وكان آخر ما تكلم به قوله ومخرج الروح من نفسي إذا احتضرت وفارج الكرب زحزحني عن النار والشاهد أول قصيدة لذر الرمة والرواية في الديوان عن ترسمت من خرقاء منزلة ناء الصبابة من عينيك مسجوم وفي الأصل خلقاء وهو تحريب وترسمت نظرت رسومها والصبابة رقة الشوق مسجوم مصبوب صبا ويروى توسمت وتوهمت فدل ترسمت انتهت الحاشية والثالث أن تحقق الهمزتين وتدخل بينهما ألفا فقوله أيا ضبية الوعساء بين جلاجل وبين النقى أأنت أم أم سالم حاشية البيت لذر الرمة من قصيدته التي أولها خليلي عوج اليوم حتى تسلم على طلل بين النقى والأخار والوأساء في الشاهد رملة يقول أنت أحسن أم أم سالم انتهت الحاشية والرابع إن من العرب من يفصل بالألف ويلين الهمزة الثانية فهؤلاء خففوا من جهتين وقد قرأت القراء بالأوجه الأربعة وإنما لم تعمل الهمزة شيئا وكانت من الهوامل لأنها تدخل على الاسم والفعل وما كان بهذه الصفة لم يعمل شيئا وإنما يعمل الحرف إذا اختص بأحد القبيلين دون الآخر الباء وهي من العوامل وعملها الجر وهي مكسورة وإنما كسرت لتكون على حركة معمولها وحركة معمولها الكسر ولا يعترض على هذا بالكاف لأن الكاف قد تكون اسما وهم اعتزموا على أن يفرقوا بين حركة ما لا يكون إلا حرفا نحو الباء واللام وحركة ما قد تكون اسما نحو الكاف والباء تأتي على وجوه من ذلك أن تكون للإضافة نحو قولك مررت بزيد أضفت المرور أضفت المرور بالباء إلى زيد وتكون للاستعانة كقولك كتبت بالقلم وقطعت بالمدية وتكون للظرف كقولك أقمت بمكة وكنت بالبصرة قال الشماخ وهن وقوف ينتظرن قضاءه بضاح عذات أمره وهو ضامر وتكون قسما كقولك بالله لأخرجن وهي أصل حروف القسم وتكون حالا كقولك خرج بثيابه والمعنى خرج مكتسيا وتكون زائدة وإن كانت كذلك كانت لها مواضع إحداها أن تدخل على الفاعل كقوله تعالى كفى بالله شهيدا والمعنى كفى الله ولكن الباء دخلت للتوكيد وقال ابن السراج ليست بزائدة والتقدير كفى والاكتفاء بالله وهذا التأويل فيه بعد لقبح حدف الفاعل ولأن الاستعمال يدل على خلافه قال عبد بن الحسحاس عميرة ودع إن تجهز تغازيا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية حاشية عبد بن الحسحاس هو سحين شاعر مخضرم كان أسود أعجميا من شعره الحمد لله حمدا لن قطاع له فليس إحسانه معنا بمقطوع أنشده صلى الله عليه وسلم فقال أحسن وصدق فإن الله سيشكر مثل هذا وإن سدد وقارض إنه لمن أهل الجنة انتهت الحاشية فهذا كما تقول كفى الله وقد دخلت على الفاعل في غير هذا الموضع وهو شاذ وذلك قوله ألم يأتيك والأنباء تن بما لاقت لبون بني زياد والمعنى ما لاقت والباء زائدة وزيدت في المبتدأ نحو قولك بحسبك زيد والمعنى حسبك وزيدت في خبر المبتدأ وذلك نحو قوله تعالى وجزاء سيئة بمثلها والمعنى والمعنى فجزاء سيئة مثلها وهو قول أبي الحسن وقد قيل الخبر محظوث والباء في موضع الحام وهي متعلقة بمحظوث والتقدير فجزاء سيئة كائنا بمثلها واجب وقيل الباء تتعلق بنفس جزاء والخبر محظوث أيضا وتدخل على المفعول نحو قول الشاعر نحن بني ضبة أصحاب الفلج نضرب بالسيف وندعو بالفرج ومما دخلت فيه الباء على المفعول قوله تعالى ولا تلكوا بأيديكم إلى التهلكة والمعنى ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة فأما قوله تعالى تنبت بالدهن فتقرأ تنبت وتنبت فمن قرأ تنبت بفتح حرف المضارعة ففيه وجهان أحدهما أن تكون الباء للتعبية فقولك ذهبت به في معنى أذهبته والتقدير تنبت الدهن ومثل ذلك قوله تعالى ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أي تنيء العصبة والهمزة والباء متعاقبان في هذا ونحوه والثاني أن تكون الباء في موضع الحال والتقدير تنبت وفيها الدهن كما تقول خرج بدرعه أي خرج دارعا ومن هذا قوله عز اسمه وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به لا يريد أنهم دخلوا يحملون شيئا وخرجوا يحملونه وإننا يريد أنهم دخلوا كافرين وخرجوا كافرين ومن هذا قول الشاعر ومستنة كاستنان الخروف قد قطع الحبل بالنورد حاشية الخروف ولد الفرس إذا بلغ ستة أشفر أو سبعة حكاه الأصمعي في كتاب الفرس انتهت الحاشية أي وفيه المرود وأما من قرأ تنبت في ضم التائل ويجوز أن يكون الباء للحال أيضا على ما تقدم والمفطول محذوف والتقدير تنبت ثمرتها بالدهن أي وفيها الدهن والثاني أن تكون الباء زائدة تنبت الدهن أي ما يكون منه الدهن وحكى الأصمعي نبت البقل وأنبت بمعنى وأنشد لزهير رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطينا بها حتى إذا أنبت البقل حاشية الشاهد من قصيدة يمدح بها سنان بن أبي حارثة المري وأولها إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت ونال كرام الناس في الجحرة الأكل والشاهد جواب إذا من قوله قبله صح القلب عن سلم وقد كان لا يسلو وأكثر من سلم التعانيق وقدتها هنا ثلاثة أوجه أحدها أنها دخلت لتوكيد النفي وذلك أن الكلام يقول وينسي أوله وينسى أوله فلا يعلم أكان في أوله نفي أم لا فجاء بلباء لتكون إشعارا بأن أول الكلام نفي وهذا قول عامة البصريين والثاني إن الخبر لما بعد عن حرف النفي جاءوا بلباء ليصلوه بها إلى حرف النفي والثالث إن النفي إنما يقع عن إنجاب فكان قولك ما زيد قائما جواب من قال إن زيدا قائم فإن قال إن زيدا لقائم قلت أنت ما زيد بقائم فالباء بإزاء الله وما بإزاء إنا وهذا القول للكوفيين وإنما عملت الباء لاختصاصها بقبيل ما وعملت الجر خاصة لاختصاصها بالاسم فلما كانت لا معنى لها إلا في الاسم عملت لعراب الذي لا يكون إلا في الاسم وهو الجر وجواب ثاني وهو أن علامة الجر الكسرة والكسرة من الياء ومخرج الياء من وسط الحنك والباء تدخل على المرفوع والمنصوب على نحو ما قدمناه وأعطيت حركة متوسطة بين حركتي المرفوع والمنصوب لأن حركة المرفوع من الشفتين وحركة المنصوب من الحلق والحنك متوسط بينهما وهذه علة جميع حروف الجر في العمل التاء من العوامل إلا أنها لا تعمل إلا في اسم الله تعالى في القسم نحو تالله لأخرجن وفيها معنى التعجب قال الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم وإنما لم تعمل بسم الله عز وجل لأنها بدل من بدل وذلك أن الأصل في باب القسم الباء لأنها من حروف التعدية التي توصل الأفعال إلى الأسماء وتلصقها بها ثم يبدلون منها الواو لقرب إحداهما من الأخرى في المخرج والمعنى فأما في المخرج فلأن الباء من الشفتين وكذلك الواو وأما المعنى فلأن الباء للإلصاق والواو للجمع والإلصاق والجمع يتقاربان ثم أبدلوا التاء من الواو كما أبدلوها في تخمة وتكأة وتراث وتجاه والأصل في هذه الأشياء الواو لأنها من الوخامة ومن توكأت ومن ورث ومن واجهت فقالوا كالله وأصل والله بالله ولهذا نظير وذلك أنهم يقولون أسنى القوم إذا دخلوا في السنة مخصبة كانت أو مجدبة فإن قالوا أسنى القوم لم يكن ذلك إلا في المجدبة وذلك أن التاء بدل من الياء في أسمين والياء بدل من لام الفعل التي هي واو على قول من قال سانهت فلما كان بدلا من بدل أنزمت شيئا واحدا إشعارا بذلك وخصوا بها أشهر أشهر الأسماء وهو الله عز وجل ومثله آل أفلاطون والأصل أهل فقال القراء آل الله فقالوا القراء آل الله وقريش آل الله وقالوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولم يقول آل المدينة ولا آل البلد وما أشبهه لما تقدم وتدخل التاء في آخر الفعل الماضي علامة التأنيف وهي ساكنة أبدا نحو قامت هند فإن لقيها ساكن كسرت لالتقاء الساكنين نحو قامت المرأة وإنما عملت التاء في المقسم به لأنها مختصة بالاسم وعملت الجر لأنها وصلت القسم إلى المقسم به كما يوصل حرف الجر الأفعال إلى الأسماء ولأنها بدل من عام فعملت كما كان ما هي بدل منه عاملا وأما التاء التي تدخل علامة لتأنيف العامل وما يقوم مقامه فأسكنت على ما يجب في حروف المعاني ولم تعرض لها علة تخرجها عن أصلها فأما التقاء الساكنين فعارض لا يعتد به ألا ترى أن حركته لا يرد لها المحذوب نحو رمت المرأة ولو اعتد بها لرجعت ألف رمى السي من الحروف العوامل لأنها قد صيغت مع ما دخلت عليه حتى صارت كأحد أجزائه ولولا ذلك لوجب أن تعمل لأنها مختصة بالفعل ومعناها التنفيس وذلك قولك سأخرج فسأذهب فهي عدة وتنفيس كما قال سيبوي وإذا دخلت على الفعل أخلصته للاستقبال بعد أن كان محتملا الزمانين فهي في الأفعال بمنزلة لام المعرفة للأسماء والسين في كلام العرب على خمسة أوجه سين الاستقبال وسين النقل كقولك استنوق الجمل وسين الطلب استسقيته فسقاني وسين الوجدان استحسنته أي وجدته كذلك والسين الزيادة نحو سلم واستسلم ونحو أخرج واستخرج الفاء من العوامل لأنها تخص أحد القبيلين دون الآخر ولها ثلاثة مواضع العطف والجواب والزيادة فالعطف نحو قولك رأيت زيدا فعمرا وهي مرتبة تدل على أن الثاني بعد الأول بلا مهلة والجواب على ضربين أحدهما أن ينتصب الفعل بعدها على إضمار أن وذلك في ستة مواضع والثاني أن تستألف الكلام بعدها فأما المواضع الستة التي ينتصب الفعل فيها بإضمار أن فهي الاستفهام والأمر والنهي والتمني والجحد والعرض وإنما احتيج إلى إضمار أم هاهنا لتكون مع الفعل مصدرا فتعطف مصدر الفعل الأول لمخالفته إياه وذلك أن العطف إنما يحسن إذا كان الثاني موافقا للأول فإذا قلت أين بيتك فأزورك كان التقدير ليكن معك إخبار بمكان بيتك وزيارة مني وكذلك جميعه يخرج على هذا التقدير ويجوز الرفع على القطع والاستئناف وقد قرئ فيسحتكم وفيسحتكم رفعا ونصبا ألم تسأل الربع القواء فينطقي وهل تخبر كاليوم ببيداء سملقي وأما قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير فخبر وإن خرج مخرج الاستفهام وتقديره قد رأيت أن الله ينزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة وهو تنبيه على ما كان رآه ليتأمل فيه والله أعلم فإن حذفت الفاء من هذه الأشياء جزمت إلا الجحد فإن جوابه لا يكون إلا بالفاء ومن الكلام ما لا يجوز إلا مع الفاء وذلك قولك لا تدن من الأسد فيأكلك ولو قلت لا تدن من الأسد يأكلك لكان محالا لأنك تجعل المباعدة منه سبب الأكل ألا ترى أن التقدير إلا تدن من الأسد يأكلك فإن جئت بالفاء حسن لأن التقدير لا يكون منك دنو إلى الأسد فأكل منه وأما ما يستعنف فيه الكلام بعد الفاء فالشرط وذلك نحو قولك إن تقصد ني فأكرم ومن جاعني فأحسن إليه قال الله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما ينسك فلا مرسل له من بعده وأما زيادة الفاء فنحو قوله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاطيكم والمعنى إن الموت الذي تفرون منه إنه ملاطيكم لأن الكلام لا وجه للجزاء فيه لأن الموت فروا منه أو لم يفروا ملاطيهم هذا هو الظاهر ويجوز أن يكون في الكلام معنى الشرط كأنهم ظنوا أن الفرار من الموت ينجيهم وقد جاء الشرط المحرو على هذا التأوين قال زهير ومن هاب أسباب المنايا يملنه ولورام أسباب السماء بسلم حاشية الشاهد من معلقة زهير ويروى وإن يرقى مكان ولورام يقول ومن خاف أسباب الموت أدركته ولم ينفعه خوفه منها ولورام الصعود إلى السماء رارا منها وبعيدا عنها انتهت الحاشية ومما جاءت فيه زائدة قول النمر بن تولد لا تجزعي إن نفسا أهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي حاشية نزل بن نمر بن تولد إخوان في الجاهلية فعقر لهم أربع قلائس وسبأ لهم خمرا كثيرة فلامتهم رأته على ذلك فقال أبيات منها لا تجزعي إن منفسا أهلكته فإذا هلقت فعند ذلك فاجزعي وإذا تآتاني إخوتي فجريهم يتعلل في العيش أو وله معي لا تطرديهم عن فراشي إنه لابد يوما أن سيخلو موضعي انتهت الحاشية لابد أن تكون إحدى فأين زائدة لأن إذا إنما تقتضي جوابا واحدا وزعم قوم أن الفاء تأتي عوضا من ربا وأنشدوا فمثبك حبلا فالطرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم مغنيني والبيت بامرئ القيم وأنشدوا فإن أهلك فدي حنق لضاه وكاد علي يلتهب انتهابا حاشية يروى لهب مكان حنق والبيت يربيعة ابن مكروم الضبي ابن مكروم الضبي أحد شعراء مبر مخضرم عاش مئة سنة اتهت الحاشية والوجه عند البصريين أن ربا ها هنا مضمرة وهي العاملة للتاء يدل على ذلك قول الشاعر رسم دار وقفت في طلله كنت أقضي الحياة من جلله فجر بإضمار ربا ولا عوض منها ها هنا الكاف وهي تجر ما بعدها وتكون اسما وحرفا المثال كونها اسما مررت برجل كعمر وموضعها ها هنا جر لأنها وصف لرجل ومن كونها اسما قول الأعشاء أتمتهون ولن ينهى غوي شطط كالطعن يهلك فيه الزيت والفتل فالكاف ها هنا في موضع رفع لأنها فاعلة ومن كونها اسما قول أمرئ القيس ورحنا بكبن الماء يجنب وسطنا تصوّب فيه العين طورا ويرتقي حاشية يقول رحنا بطرس كأنه ابن الماء في خفته وسرعته وابن الماء طاهر وقوله واسطنا يعني بيننا وقوله تصوّب فيه العين طورا وترتقي يقول تنظر العين إلى أعلاه وأسفله من إعجابها به انتهت الحاشية وتقول مررت بزيد كالأسد فموضع الكافي نصب على الحال من زيد وتقول ما زيد كعمر ولا شبيها به إذا عطفت شبيها على موضع الكافي في لغة أهل الحجاز وإن شئت ولا شبيه على لغة بنتمين ويجوز ولا شبيها تعطف على أمر كأنك قلت ولا كشبيه وأما كونها حرفا فنحو قولك مررت بالذي كزيد فالكاف ها هنا حرف ولولا ذلك لم يجز أن تكون صلة للذي ألا ترى أنه لا يجوز مررت بالذي مثل عمر حتى تقول مررت بالذي هو مثل عمر فأما من قرأ تماما على الذي أحسن فبعيدة عند النحويين ولكن يجوز مثل هذا إذا طال الكلام لأن الخبيل حكى ما أنا بالذي قائل لك شيئا وإنما جائز أن تكون الكاف صلة لكونها حرفا كما توصل بفي في قولك مررت بالذي في الدار وتكون الكاف زائدة نحو قولك ما رأيتك مثلك والمعنى ما رأيت مثلك قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والمعنى ليس مثله شيء ولا يجوز أن تكون غير زائدة لأنه يصير كفرا وذلك أنه يكون إثبات مثل ونفي التشبيه عن ذلك المثل ويصير كأنه قال ليس مثل مثله شيء وأجاز محمد بن جرير الطبري أن تكون غير زائدة ولكن يكون مثل بمعنى ذات على حد قولك مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعل كذا وعلى هذا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم على قراءة من أضاف لأنه إنما يجب عليه جزاء نفس ما قتل لا جزاء مثل ما قتل والمثل كالمثل في هذا ومن ومن قوله تعالى كمن مثله في الظلمات إنما يريد كمن هو في الظلمات والله أعلم فكان التقدير عنده ليس كذاته شيء أي ليس مثل ذاته شيء وهذا التأويل فيه بعد لأن المثل إنما يكن به عن ذات الشيء في الأناس لأن بعضهم مثل مثل لبعض في بعض الأحوال والله تعالى لا مثل له ومن زيادتها قول الآخر وصاليات ككما يؤثين حاشية وصاليات بالجر عطف على مدخول غير قبله في قوله لم يبق من آي بها يحلين غير رماد وخطام كنفين وغير ود جاذل أو دين الآي جمع آية وهي العلامة ويحلين من حليت الرجل وصفت حليته أي صفته والخطام الزمان وكنفين تثنية كنف في كسر الكاف وهو وعاء الرائي وهو على حذف العاطف خلافا لقول الشمي إنه بدل مما قبله وود أصله وتد أدلت التاء بالا وأدغمت والجاذل المنتصد والصاليات الحجارة المحترقة ويؤسس ويؤسس ذياء مضمومة وهمزة مفتوحة وفاء ساكنة أن يجعلنا أسافيا للقدر يوضع عليها عند الطبخ وجاء به على الأصل المرفوض وإلا فالقياس حدث الهمز كيكرم في أكرم أي وغير حجارة محترقة من جدار الدار ككما أي كحجارة يطبخ عليها في السواد والدلاء انتهت الحاشية والمعنى كما يؤت فينا فمثله فسير مثل كعصف مأكور أي فسير مثل عصف تقدر زيادة الكاف لأنها حرف ولا تقدر زيادة مثل لأنها اسم والأسماء لا تكون لغوى ومن زيادتها مواحق الأقرب فيها كالمقق أي فيها مقق أي طوله وفتحت الكاف على ما يجب في الحروف التي تكون أحادية وذلك أن الفتح أخف الحركات فاختير لها لذلك النام تكون مفتوحة ومكسورة فالمفتوحة من الهوامل لا عمل لها وهي تكون للتوكيد في المبتدأ نحو قولك لزيد أفضل من عمر وقد اضطر الراجز فأدخلها على خبر المبتدأ فقال أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعضم الرقبة وتدخل في خبر إلا توكيدا ودخولها يجب كسر إن قال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله وإنما دخلت لتوكيد الخبر كما دخلت إن لتوكيد الجملة وكان حقها أن تكون قبل إن إلا أنهم كرهوا الجمع بين حرفي التوكيد فزحل كلام إلى الخبر وكانت اللام أولى بذلك لأنها غير عاملة وإن عاملة فكان تقديم العامل أولى وقد يضطر فيدخل اللام قبل إن وذلك مع إبداله الهاء من الهمزة قال ألا ياسنا برق على قلر الحمى لهنك من برق علي كريم حشية البيت لأبي تمام حبيب ابن أوز يمدح المعتصم من قصيدة مطلعها رقت حواش الدهر فهي تمرمر وغد الثرى في حلية يتكسر انتهت الحشية وقد يضطر فيأتي وقد يضطر فيأتي بلا مين في نحو قولك لهنك لقائم وهو قبيح وقد جاء به بعض المولدين وهو حبيب فقال أربيعنا في خمس عشرة حجة حقا لهنك للربيع المزهر وقد أدخلها بعض الشعراء على خبر أنسى أنشد تعلب مروا عجالا وقالوا كيف صاحبكم قال الذي سألوا أنسى لمجهودا وحكى قطرب أراك لشاكمي وإني أراك لسمحا وحكى يونس زيد والله لرافق بك وقال كثير وما زلت من ليلى لدن أن عرفتها لك الهائم المقصى بكل مراد وقد أدخلوها على خبر لكن وأنشدوا ولكن مني من حبها لعميد وقد أدخلوها على خبر المفتوحة أنشد قطرب ألم تكن حنثت بالله العلي إنما طاياك لمن خير المطي وهذا كله شاد لا يقاس عليه ولا يلتفت إليه ومن نام الابتداء قولك لعمرك وتكون نام جوابا للقسم وتلزمها إحدى النونين وذلك نحو قولك لتخرجن ولا تكرمن عمرا وتأتي معا توطئة للقسم وإنذارا به كقولك لإن كنت لأكرمنك وإذا دخلت نام القسم على الفعل الماضي كانت معها قد كقولك والله لقد قام زيد ومنه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال كثير لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسوء ولا أرسلتهم برسولي هشية البيت قصيدة لكثير عزة مطلعها أنا حيي يا ليلى أجد رحيني وآذن أصحابي غدا بقفولي ورواية البيت في الأمان لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى ولا أرسلتهم برسولي وقد تحذف قد قال امرؤ القيس حلفت لها بالله حلف تفاجر لنام فما إن الحديث ولا صالي حاشية البيت من قصيدته التي أولها ألاعن صباحا أيها الطلل دالي وهم يعيما من كان في العصر الخالي والفاجر هنا الكاذب والصالي الذي يستلي بالنار يقول لما خوفتني من السمار أقسمت لها كاذبا أن ليس منهم أحد إلا نائما وربما حذفت لانا القسم لأن النون يدل عليها قال الشاعر وقتين مرة أثأرن فإنه فرغ وإن أخاكم لم يثأري وأجاز حذف النون وإبقاء اللام كما حذف هذا الشاعر اللام وأبقى النون وعلى هذا تأول رواية قنبل لأقسم في يوم القيامة قالوا حذفت النون لأنها تدل على الاستقبال وهذا الفعل للحال وهذه القراءة فيها نظر وتكون النون جوابا للو ولولا في قولك ولو جاء زيد لأكرمته ولولا أخوك لأحسنت إليك وقد تحذف هذه النوم وأما المكسورة فعاملة وعملها على ضربين الجر والجزم في الأسعام وهما متغايرتان وإن اتفق لفظهما فالجارة نحو قولك المال لزيد والحبل للدابة فالنام الأولى للملك والثانية للاختصاص وإن دخلت هذه النوم على مضمر فتحت وذلك نحو قولك المال له والثوب لك وفي فتحها وجهان أحدهما أن أصلهما الفتح وذلك أن جميع الحروف التي هي أحادية حقها الفتح فلما اتسلت بالضمير رجعت إلى أصلها لأن المضمرة ورد الأشياء إلى أصولها في غالب الأمر والوجه الثاني أنها إنما كثرت مع المظهر من فرق بين لام التوكيد وبينها وذلك أنك لو قلت إن زيدا لهذا وأنت تريد الملك والاستحقاق لالتبس بقولك إن زيدا لهذا أي هو هو فلما اتصلت بالمضمر استغني عن الفرق لأن علامة المضمر المجرور تخالف علامة المضمر المرفوع تقول إن زيدا لك إذا أردت الملك والاستحقاق وإن زيدا لأنت إذا أردت بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطق أن تقدم لكم هذه الماتق معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني وقد وقد تدمر أن بعد لام الجر فذلك في موضع أحدهما أن تكون في معنى كي وذلك قولك جئت لتكرمني والمعنى جئت بأن تكرمني ويجوز إظهار أن ها هنا وقد تقع هذه اللامة بمعنى العاقبة نحو قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا أو فكانت عاقبته أن كان لهم عدوا وهم إما ملتقطوه ليكون لهم ولدا وبعض اللحويين يسمي هذه اللامة لامة السيرورة أو ليصير لهم أو فسار لهم الثاني أن تكون بعد النسل وذلك قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين والمعنى لأن يذر المؤمنين ولا يجوز إظهار أن ها هنا لأن المعنى ينقلب ولأن هذا جواب من قال سيقوم جيدا فكما يجوز أن يفرق بين السين والفعل فلذلك لا يجوز أن يفرق بين اللام والفعل وأما الجازلة فرام الأمر وذلك نحو قولك ليقم زيد والغالب عليها أن تدخل على فعل الغائد وذلك نحو قولك لتعنى بحاجة ولتزد علينا وكذلك فعل المتكلمين نحو قولك منكم ونخرج قال الله تعالى ونحمر خطاياكم وقد يؤمر بها المخاطب ورؤي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض مغازيب لتأخذوا مصافكم وقال مرة أخرى لتقوموا إلى مصافكم وقرأ فبذلك فالتفرحوا وقد يقع الأمر موقع الخبر نحو قوله فليمجد له الرحمن مبكى وهذا النفذ نقض الأمر ومعناه الخبر لأن القديم لا يأمر نفسه ومن حكم هذه اللام أنها إذا دخلت عليها انتاء همتسكن فقولك فلوق زوج وكذلك الوع نحو قولك وليخرج أخوك ويجوز الكسر والإسكان أكثر وإنما أسكنت لأن الفاء والواو يتصلان بما بعدهما وما يجوز الوقف عليهما فيشبه وعلى هذا قال فهي وهي فإن كان في موضع الفاء والواي حرف على حرفين فصاعدا كشر اللام لا غير عند البصريين وذلك نحو قولك بل ليقم زيد ثم ليخرج عنهم قال الله تعالى ثم ليقضوا تفتهم فأما من أسكن اللام من القراء فالبصريين ينكرونه عليه ومجازه ثم ساكنة الأوسط فكأنه ميا وقف على المين الأولى وابتدأ من يقضو وقد أسكن ما هو أبعد من هذا وهذا قول امرء القيس أن يوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واهل حاشية رواية الدوان فاليوم اسقى غير مستحقب إثما من الله ولا واهل وغير مستحقب إثما من الله أي غير مكتسبه ولا مهتمله وأصله من حمل الشيء في الحقيبة كيف ضرب ممثلا والواغل الداخل على القوم يشربون ولم يدعى يقول إنه يشرب الخمر وقد حلت له فلا يأتم فيكرم نفسه عن أن يشرب الوغن انتهت الحاشية وكان الأصل فاليوم أشرب غير فأسكن الباء على تكشبه بقولهم في عبد عبد وفيه فهو فهو وفيه بعد لأن هذا متصل وذاك منتصل وهو في الآية أسهل على نحو ما ذكرناه أكسرت اللام الجازمة حملا على الجارة لأنها نذيرتها وذلك أن الجزمة في الأفعال نذير الجر في الأسماء فلن كانت اللام الجارة مكسورة لما ذكرناه قبل هذا كسرت هنا حملا عليها الوال من الحروف الهوامل لأنها تدخل على الاسم والفعل جميعا ولا تختص بأحدهما اقتبع ذلك أن لا تعمل شيئا لأنها ليست بالعمل في الاسم أحق منها بالعمل في الفعل ولها معامل لها أن تكون عاطفة جامعة كقولك قام زيد وعمر يحتمل أن يقوم كل واحد منهما قبل صاحبه ويحتمل أن يقوم معا في وقت واحد ودلك على ذلك قوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر والنذر قبل العذاب بدلالة قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال حسان لها ليل منهم جعفر منهم وضيء منهم علي ومنهم أحمد متخير وذهب قطرب وعلي بعيش الربعي إلى أنه يجوز أن تكون مرتبة نحو قوله تعالى سهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وهذا كلام مرتب ويؤنص بهذا أيضا قوله تعالى وهو الذي كف أنذيهم عنكم وأيديكم عنهم ببطء مكة وأنه لو كف أيديهم قبل كف أيدي عدوهم وكان في ذلك نشرة لهم ومشقة عليهم وهذا يؤيد مذهب الشافعي في أن الواوى يجوز أن تركب ويجوز أن تكون جامعة غير عاطفة وذلك نحو قولك استوى الماء والخشبة أي مع الخشبة فحذفتنا وجيء بالواوي فأوصلت الفعل إلى ما بعدها وهو الذي يسمى المفعول معه وكارع أبو الحسن الأخفش يذهب إلى أن ما بعد الواوي ينتسب انتصاب مع في قولك جئت معه فالوجه ما أدبى به لأن مع ظرف وزيد وما يجري نجراه لا يجوز أن يكون ظرفا ويكون حالا في مثل قولك جئتك وزيد قائما ولقيت عمرا وعد الله منطلق أي في هذه الحال قال الله تعالى يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم فكان صيبويه يمثلها بإن وذلك أنك إذا قلت زئت وزيد قائما صلحا أن تقول زئتك إذ زيد قائما وإذا كان في الظلة التي بعدها ضمير واربطها بما قبلها جاز حف الواوي وذلك نحو قولك جئتك وأبوك قائما ويجيز جئتك وأبوك قائما ولو قلت جئتك زيد قائما لم يجهز فإن قلت في دارك أو من أجلك وما أشبه ذلك جاز ويكون قسما نحو قولك والله لأخرجن وهو بدل من الباء في قولك حلفت بالله لأخرجن ولا وجوز أن تدخل على مضمر كما تدخل الباء في قولك به لأخرجن أنشد أبو زيد ألا هنت أمانة باحتمالي لتحزنني فلا بك ما أباني لأن الباء هي الأصل والباء بدل منها وقد شرحنا ذلك فيما تقدمت وتدمر معها ربا نحو قولك ورجل أكرمت وبلد دخلت قال وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافية وإلا العيسى حاشية قاله جربان العود واسمه العامر بن الحارف اليعافير جنه يعفور وهو ولد بقرة وحشية والعيس بن كسر جنه عيسى وهو الإبل البيل وخالط ضيابها شيء من الشقرة انتهت الحاشية والجرب ربا مغمر وقال أبو العباس الجر بن وال التي هي عيض من ربا ويضل على فساده نجوء الجر على إذمار ربا ولا عوض منها وذلك نحو قوله رسم دار وقفت في طلنة كنت أقضي الحياة من جلنة وقد جاء الجر مع بل وذلك نحو قوله بل جوز تيهاء كظهر الجحفة ولا يقول أحد بل يجر وقد يضمر مع الواعي أن وذلك نحو قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن إذا نهيته عن الجمع بينهما قال قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله آر عليك إذا فعلت عظيم حاشية من قصيدة اللؤاب الأسود الدؤل منها لا تتبع سبل السفاهة والخلا إن السفيه معنف مشؤون انتهت الحاشية فإن أردت أن تنهى عنهما جميعا وزنت فقلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن ومما أضمرت فيه قول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف حاشية هل بيت بموصين بنت بجدل تلبية أم وزيد تزوجها معاوية رضو الله عنه ونقلها من البدو إلى الشام فكانت تحمي إلى أوقانها في أبيات مشهورة منها هذا البيت انتهت الحاشية ومن ذلك قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من يراء حجاب أو يرسل رسولا فقرئ رفعا ونسبا فمن رفع فعلى معنى أو هو يرسله ومن نسب فعلى إضمار أمن ولا وجوز أن تكون عاطفة على أن يكلمه الله لأن في ذلك إبتال الرسالة وذلك أن التقدير يسير وما كان لبشر أن يكلمه الله ولا كان لله أم يرسل رسولا وهذا فاسد كما ترى وتكون زائدة محو قولك كنت ولا شيء لك واختلف العلماء في قوله حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فذهب المدرد إلى أن الواو زائدة والتقدير حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وأنشد فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بلا بطن خبت بقفاف عقا قليل حاشية الرواية في الدول بطن حقف بير كان وأجزنا قطعنا والساحة فينا والحقف من الرمال المهوج وقفاف جنع قف وهو ما غلض من الأرض واركف ومعنى ركان بعضه على بعض والعقاق المنعتد المتداخل والواو في قوله وانتحى أو يعترب زائدة عند الكوفيين وهو عند البصريين للعق وجواب لما محذوف بعلم السامة انتهت الحاشية قال قال والمعنى فلما أجزنا ساحة الحي انتحى والواو زائدة واعتفى الخليل من الآية والقول فيها حاشية كذا في الأصل ويدلنا بعدها على أن المراد بها أن الخليل أعفى نفسه من الخلام على الآية ولن نعتر على أن اعتفى تؤدي هذا المعنى فيما رجعنا إليه من المعاجر والذي في سيبويه وسألت الخليل عن قوله جل ذكره حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها أين جوابها فقال إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر جوابه في كلامهم بعلم مخضر لأي شيء وضع هذا الكلام انتهت الحاسوة وتكلن عن البيت فقال جواب لما محذوف والتقدير فلما اجتزنا ساحة الحي خلينا ونعينا ويجيء على قوله أن الجواب في الآية محذوف والتقدير حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فاز ونعي وذهب بعض المفسرين كلا أن الواوها هنا تدل على أن من جنة ثمانية أبواب قال لأن العرب تستعمل الواو فيما بعد السبعة ويحتج على ذلك بقوله تعالى ويقولون سبعة وثامنهم كالذهم وكان علي بن عيسى يصحق هذا القول ومما يؤنس به قوله تعالى الكائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرين بالمعروف والناهون عن المنكر ومثله عسى ربه إن طلقكم أن يذله أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قامتات كائبات عابدات سائحات سيئبات وأبكارا وفتحت الواو على ما يجب في الحروف الأحادية وما سوى هذه من الحروف الأحادية ليس هذا موضع تفسيرها الحروف التنائية أم فمنها أم وهو حرك من الهوام وإن كان يختص السنة بأنه مع ما دخل عليه كالشيء الواحد ولها مواضع أحدها أن تكون لتعريف العهد كقولك جاءني الرجل إذا أردت واحدا بينك وبين المخاطب فيه عهد والثاني أن تكون لتعريف الجنس وذلك نحو قولك أهلك الناس الدينار والدرهم والملك أفضل من الإنسان ومنه قوله عز وجل والملك على أرجائها والله يعلم المفسد من المصلح ومنه إن الإنسان لفي خسر كل ذلك لا يراد به شيء شيء بعينه وإنما يراد به الجيس وهو واحد يدل على أكثر منه والثاني أن يكون عيضا وذلك على ضربين أحدهما أن تكون عربا من الهمزة وذلك في اسم الله عز وجل الأصل فيه إله فخبفت الهمزة حدفا على غير قياس وعيض منها أم هذا أحد قول سيبوي وكذلك قال الفراء إلا أنه جعل الهمزة قياسا والأصل عنده الإله ثم ألطيت حركة الهمزة على النام فصار الله فالتقى المثنان وهما اللامان فإسكنت الأولى وإدغمت في الثانية فقيل الله والقول الثاني من قول سيبوي أن الأصل لا ثم دخلت ال التعظيم والتفخيم واستدل على ذلك بقول بعضهم لا ناه أبوك وقال ذو الإسبع لا هدم عنك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت ديان فتخزوني حاشية البيت من قصيدة يقول فيها يا من لقلب شديد هم محزون أنسى تذكرها يا أم هارون ومنها أنسى تذكرها من بعد ما شحطت والدهر بغلبة حينا ودولين ومعنى الشاهد كما جاء في المغي أيضا الله درد عنك ما أفضلت في حسب علي ولا أن تنالك وتسوسني وتخزوني انتهت الحاشية نريد الله واستدل أيضا بقول بعضهم الله يا أبوك نريدون الله فعلى هذا القول تكون الألف التي قبل الهاء وبعد اللام منقلبة عن الواء التي هو عيني وعلى القول الأول تكون زائدة بمنزلة ألف كتاب وعناء والثاني أن تكون عيبا من ياء النصر وذلك نحو قولهم الوهود والمجوس والأصل يهوديون ومجوسيون فحذفت ياء النصر وعوذت منها أم ويدل على ذلك أن يهود ومجوس معرف كان قال أحار ترى بريقا هب وهنا فنار مجوس تستعر استعار وقال الآخر فرت يهود وأسلمت برانها سمي بما فعلت يهود صمان وفي الحديث فخرجت يهود بمساحيها فقالت محمد والخميس ومن هذا قول الشاعر والتين الأم من ينش وألأمهم ذهن ابن تيم بن السود المدانيسي حاشية رواية اللسان ونسبه أولى جرير والتين ألأم من ينش وألأمهم تيم ابن ذهن بن السود المدانيسي ورواية الدوان أولاد ذهن مكان تيم ابن ذهن قال في اللسان وَأَمَّا قَوْلُهِمُ الْتَيْمِيُونَ فَإِنَّا أَدْخَلُوا اللَّهِمَا عَلَى إِرَادَةِ الْتَيْمِيُونَ كَمَا قَالُوا أَلْمَا جُوْسُ وَالْيَهُودُ انتهت الحاشية وَإِنَّا هُمْ تَيْمِيُونَ والثالث أن تكون بمعنى الذي وذلك قومك القائم عندك زيد هاي الذي قام فيقول في المؤنث بمعنى لك نحو القائمة عندك هند ولا بد لها منسلة وهي توصل بكل جلة يحسن فيها الصدق والكذب ولا يدخل إلا على اسم الفاعل وقد اضطر الشاعر فأدخلها على الفعل المبارع وذلك نحو قوله فيستخرج اليربوع من نافقائه ومن بيته ذو الشيخة يتقصع حاشية البيت بذو الخرق الطهوي شاعر جاهلي واليربوع بويبة تحفر الأرض والنافقاء جحر يكتمه اليربوع ويستره ويظهر جحرا آخر غيره وقوله بالشيخة وهو بالخاء يجنه رملة بيضاء في بني الأسد وحمضله وليتقصع أراد الذي يتقصع أو اليربوع الذي يدخل في قاسعاته في قاسعائه والقاسعاء جحر آخر من جحرة اليربوع انتهت الحاشية وقال يقول الخنى وأبغض العجم ناطقا إلى ربنا صوت الحمار يجدعه حاشية البيت لذي الخرق الطهوي همخنى همتاحش من الكلام والعجم يمع الأعزم أو العجمان والأعجم هو الحيوان الذي لا ينبق والأعجم من الإنسان الذي في كلامه عجم سبهوه بالحيوان الأعجم وفي الأصل تقول مكان يقول وهو تحريف انتهت الحاشية ومثله ما أنت بالحكم تربع حكومته ولا الأصيل ولا ذراء والجدل وهذا من أقبح الضرورات ولا يجوز استعماله في ساعة الكلام والرابع أن تكون زائبة وذلك على ضربين إحداهما أن تكون زيادتها لازمة وذلك فنح زيادتها في الذي والتي والأصل ميت ولنسكا للتعريف لأنهما يتعرفان بالصلة فما يتعرف من وما وإننا زيادتها هنا ليكون الذي والتي على ما يجب في الصفات من إثبات أمن ومن ذلك زيادتها في الآن وليس متعرفا وليس متعرفا بها وإنما يتعرف بأخرى حاشية الآن معرف بما تعرفت به أسماء الإشارة وهو الحضور أو بتضمنها معنى أم كما في شرح الأشمون وحاشية الصبان عليه انتهت الحاشية ولذلك بنيا لأنه يضمن معناها والثاني أن تزاد ولا تكون زيادتها لازمة وذلك نحو ما يخكى من قول بعضهم عشر الدرها حاشية كذا في الأصل ويبدو أن في العبارة سقطا وتحريفا وأن الأصل أن أحد العشر الدرعا بالجمع بين تعريف أول اسم العدد المركب وتانيه وتعريف تميزه ماه وانظر شرح الأشمون في آخر باب المعرف بأن انتهت الحاشية الأولى للتعريف والأخريان زائدتان ومن هذا قول الشاعر أما بناء ما تزال كأنها على قلة العزة وبالنصر عندما حاشية مرية انتهت الحاشية وإن ما هو نصر قال الله تعالى وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَى وَأَمَّا دُخُونَهُ في رحل الحسن والحسين والقاسم والحارث والضحاك والعباس فقال الخلوم دخلت لتجعله الشيء بعلمه يريد أن هذه الأسماء صارت بمنزلة الصفاق الغالبة نحو الصعق والسماك وما أشبه ذلك وحرف التعريف عند الخليل أل بكمالها وكان يمثلها بقب وهمزتها عنده همزة قطع وإنما وصلت لكثرة الاستعمال وقال سيد وي النام وحدها حرف التعريف والهمزة دخلت ليتوصل بها إلى النبق الساكن واستدل أصحابه على ذلك بنفيد الجر إلى ما بعدها وبأنها في مقابلة التنوين فكما أن التنوين حرف واحد وكذلك اللام بأنها تقابله وذلك أنه يدل على التنكير كما تدل اللام على التعريف واحتج أصحاب الخليل بأنها تثبت مع حرف الاستفهام كما تثبت همزة القطع وأنهم قطعوها في قولهم يا الله ولكل واحد منهما احتزاج أكثر من هذا يطول ذكره إلا أن ما ذكرناه أقوى ما يحتج به ذهما أم ومنها أم وهي من الخروف هوانا لأنها تدخل على الاسم والفعل تكون عديدة لألف الاستفهام وهي معها بمنزلة أي وذلك قولك أزيد عندك أم عمر والمعنى أيه ما عندك والجواب يكون بالتعيين وذلك أن تقول زيد إن كان عندك زيد وعمر إن كان عندك عمر وتكون عديدة لألف التسوية نحو قولك ما أبالي أقمت أم قعت وسواء علي أغضبت أم رضي قال الله تعالى سواء عليهم أعندرتهم أم من تنذرهم وأصل ألف الاستفهام التسوية لأنك إنما تستفهم لتستوي أنت ومن تستفهمه في العلم وتكون قطعا يقدر بذل مع الهمزة وذلك نحو قولك أزيد عندك أم عمر والمعنى بل أعندك عمر ومن قوله تعالى أم يقولون وقد نأتي في الخبر وذلك نحو قول العرب إنها لإبل أم شاء وذلك أنه رأى أشكاحا فقال إنها لإبل متيقنا ثم دان له أنها ليست بإبل فأضرب عن ذلك فقال أم شاء على معنى بل هي شاء وتأتي بالتعريف وهي لغة هدي يقولون جاءني أم رجل ورأيت أم غلام قال الشاعر ذاك خميلي وذن يعاتبني يرني ورائي بأم سهم وأم سلمة يريد بالسهم والسلمة وذن بمعنى الذي في لغتهم حاشية قاله بحير بغنمة الطائل شاعر جاهلي مقمي وشاهد على مجيء المين مكان لام التعريف في قوله بأن سهم وأن سلمة والأصل بالسهم والسلمة وأهل اليمن يجعلون عوضا لا نميما والسلمة والسلمة بفتح السين وكسر اللام واحد السلام وهي الحجارة انتهت الحاشية وفي الحديث ليس من أم بر أم صيام في أم سفر يريد ليس من البر الصيام في السفر وقد رواه قوم هكذا وهذا لا يكون تناقضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكمم كل قوم في لغتهم فيجوز أنه خاطب قوما هكذا وخاطب الآخرين على الوضح الآخر ومن كلام أبي هريرة لما حصر عثمان قاب أم ضرب وحل أم قاتل ومن الناس من يجعل هذه النيمة بدلا من اللام لكثرة اللام في ذلك وقلة النيم ومن هم من يجعل ذلك الوتين لأن النجين يقولون هذا لا يقولون ذلك أم ومن ها أم وهي تكون عاملة وغير عاملة فأما العاملة فتكون مع الفعل في تأويل المصدر وذلك قولك يعجبني أن تقوم والمعنى يعجبني قيامك وقد تدخل على الماضي ولا تعمل فيه وذلك نحو قولك كرهت أن خرجت فالمعنى كرهت خروجك والفرق بين كرهت خروجك وكرهت أن خرجت أن الأول مصدر غير مؤقت لأنه ليس فيه الوقت وتكون مخففة من الثقيلة فلا تعمل في الفعل شيئا نحو قوله عز وجل علم أن سيكون ميكم مرضى والمعنى علم أنه سيكون والأفعال على ثلاثة أضرب أحدها أن تكون متيقنة والثاني أن تكون غير متيقنة والثالث أن تكون محتملة للأمرين فإذا وقعت الأفعال المتيقنة قبل أن كانت مخففة من الثقيلة وذلك نحو ألمت وأيقنت وتيقنت وتحققت وما أشبه ذلك تقول من ذلك علمت أن سيقوم ورأيت أن لا يخرج قال تعالى أفلا أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولابد أن يقع بين أن والفعل حشو يسد مسد ما حدث منها وذلك نحو السين وسوف ولا تثبت النون في الخط وإذا وقع قبلها الأفعال التي ليست متيقنة انتصب الفعل بأني وحرفت النون من الخط وذلك أحببت وخفت واشتهيت وما أشتهى ذلك تقول أحببت وتنميت وأردت أن لا تقوم وأردت أن لا تخرج وكذلك ما جرى هذا المجرى وأما الأفعال التي تحتمل اليقين وغير اليقين فنحو ظننت وحسبت وما أشكه ذلك فإذا وقعت أم ها هنا وأردت معنى اليقين رفعت الفعل وأثبت النون وإن أردت غير اليقين نصبت الفعل وحذبت النون وذلك نحو قوله تعالى وحسب أن لا تكون فتنة قرئ رفعا ونصبا على ما فسرت لك وإن كانت أم مخففة من التقيلة فهي العاملة في الأسماء واسمها مضمر وما بعدها من الفعل خبرها وأما غير العاملة فعلى ضربين أحدهما أن تكون مفسرة فقولك أشرت إليه أنفعل قال الله تعالى وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا وتقبيرها تقبير أي ومن ذلك قولك فتبت إليه أنفعل كذا وكذا والثاني أن تكون زائدة بعد لما وذلك نحو قوله تعالى فلما أن جاء البشير فلما أن جاءت رسلنا بيطا وزعم الكوفيين أنها تكون بمعنى إذا قالوا ذلك في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى زعموا أن معناه إذا جاءه الأعمى وقال البصريون أنها هنا في موضع نصر لأنه مفعول له والتقدير لأن جاءه وزعموا أيضا أنها تكون بمعنى لو قالوا ذلك في قراءة من قرأ لو أردنا أن نتخذ لهوا نتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين والبصريون يأبون ذلك ولا يعرفون إن في معنى له وهي تكون عاملة وغير عاملة فالعاملة تكون شرطا وذلك قولك إن تقم أقم معك تجزم الشرط والجزاء جميعا فإن أدخلتها على فعلين ماضيين حكمت على موضعه ما بالجزم وذلك نحو قولك إن كنت قمت قمت معك وقد يكون الشرط سقبلا والجزاء ماضيا وهو أقل موجوه وذلك نحو قولك إن تقم قمت معك ولا يلي أن الفعل إلا مظهرا أو مضمر فالمظهر نحو ما ذكرناه والمضمر نحو قوله تعالى إن امرؤ هلك والمعنى إن هلك امرؤ هلك إلا أن الفعل الأول لا يجوز إظهاره بأن الثام يفسره ومثل ذلك وإن أحد من المشركين استجارك والمعنى وإن استجارك أحد من المشركين استجارك وكان أبو الحسن الأخفش يجوز أن يرتفع الإسم بعد إن بالابتداء وما بدأنا به هو الوجه لأن إن يطلب الفعل من أجل الشر وهو قول يونس وسيب ويه يتكون مخفزة من التقيلة ويمزم خبرها اللام للفرق بينها وبين النافية وذلك قولك إن زيد لقائم وإن عبد الله لخارج قال الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ والكوفيون يزعمون أن إن بمعنى ما والنام بمعنى إلا والتقدير عندهم ما كل نفس إلا عليها حافظ وأما التي لا تعمل فالناسية وذلك نخو قولك إن زيد إلا قائم قال الله تعالى إن الكافرون إلا في غرور وكل إن بعدها إلا فهي نفس وقد تأتي وليس معها إلا وذلك نحو قوله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه والمعنى الذي مكناكم فيه ولا يجوز أن تعمل عند سيب وي وكان أبو العباس يجوز أن تعمل عمل ما لأنها لا تمتمع أن تقع موطعها في كل موضع من الكلام والمعروف في ذلك مذهب سيب وي وتكون جائبة وذلك بعدما نحو قولك ما إن رأيته وما إن مررت به قال الشاعر فما إن كان من نسب بعيد ولكن أدركوك وهم غذاب ومثله فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين حاشية جاءت الرواية في سيب وي فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين والطب بكسر الطائ العادة أو العلة والجبن بظن جين وسكون باء وظنها خلاف الشجاعة والدولة بالفتح النصر في الحرب وبالظن في المال وقال أبو عبيدة الدولة بالظن الشيء الذي يتداول به وبالفتح الفعل وسوى بعضهم بينهما والبيت بفروة ابن موسيق صحابي جليل مخضرا انتهت الحاشية وإذا دخلت إن على ما كفتها كما تكف إن عن العمل في قولك إنما زيد قائم وزعم الكوفيون أنها تأتي بمعنى إن قالوا ذلك في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين زعموا أن معناه إن شاء الله والبصريون يأبون ذلك ويقولون إي ههنا شرط على بابها فإنما جاء هذا على تقدير التأديد للعباد ليتأدبوا بذلك كما قال في آية أخرى ولا تقولن بشيء إن فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وقيل للسفناء وقعها هنا على دخوله آمنين وفي الكلام تقديم وتأثير والتقبير لتدخلن المسجد الحرام آمنين إن شاء الله وزعموا أيضا أنها تكون بمعنى نور قالوا ذلك في قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهو نتخذ ماه من لدنا إن كنا فاعلين في قراءة من كسر الهمزة والبصريون يأضون ذلك ويقولون إن ههنا شرط ولئن موضع آخر لا يكون فيه حرفا وذلك قولك إن يا وقت إذا أمرت من يئين وغير قال أنا يئين في منزلة سار يسير وإن في منزلة سر أو وهي من الحروف الهوامل وذلك نحو قولك أكلت خبزا أو تمر وتعطف ما بعدها على ما قبلها وتكون تخييرا وذلك نحو قولك تزوج هند أو ابنتها خيرته بينهما ولا يجوز أن يجمعهما وتكون إباحة وذلك قولك جالس الحسن أو ابن سوري وتعلم الفقه أو الأبد أو ذلك مباح لك تفعل منه ما شئت على الإنفراد والاجتماع ويدخل النهي على هذا بالنف نحو قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا ولا يجوز أن يقع أو مع الأفعال التي تقتضي فعلين ولا مع الأسماء التي على هذه الصفة ولا يجوز أن تقول فخاصم زيد أو عمر ولا جلست بين زيد أو عمر وكذلك ما جرى هذا المجرى فأما قول الشاعر فكان سيان أن لا يسرح نعما أو يسرح بها واغبرة السوح فإنما سوغ ذلك أنه وجدهم يقولون جالس الحسن أو ابن سيرين على معنى الإباحة وهو كقولك جالس الحسن وابن سيرين فاستعمل ذلك على هذا التقدير ولا يجوز مثله في الكلام فأما قوله تعالى وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون ففيه خمسة أقوال ثلاثة منها للبصريين أحدها قال سيبويت وهو أن نعوا ها هنا للتخيير والمعنى إذا رآهم الرائي منكم يخير في أن يقول هم مئة ألف أو يزيدون والثاني حكاه الصينري عنهم وهو أن أو ها هنا لأحد الأمرين على الإبهام وهو أصل أو والثاني ذكره ابن جني وهو أن أو ها هنا للشك والمعنى أن الرائي إذا رآهم شك في عدتهم بكثرتهم وأما أهل الكوفة فذهب قوم منهم إلى أن أو بمعنى الواو وكذلك قالوا في قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى زعموا أن معناه لعله يتذكر ويخشى ومثله عذرا أو نذرا وقال آخرون منهم أو أو ها هنا في معنى بل والمعنى بل يزيدون ولا يزيد ذلك عند البسريين وتذمر مع أو أم وذلك إذا كان معناها معنى حتى وذلك قولك لأيزمنك أو تقضيني حق والمعنى حتى تقضيني قال امرء القيس فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا وتأتي أو مع همزة الاستفهام وذلك نحو قولك أزيد عندك أم عمر والجواب نعم أو لا لأن المعنى عندك أحد هذين وعصل أو أن تكون لأحد الأمرين ودنك على ذلك أنك لا تقول زيد أو عمر قام لأن الغرض الإخبار عنهما أي وهي من الحروف الهوامل تكون حرف نداء وذلك نحو قولك أي زيد أقبل أي غلام تعال قال الشاعر ألم تسمعي أي عبد فيرون قضوها بكاء حمانات له النهبير حاشية عبد منادا مرخم والبيت لكثير عزة وبعده بكين فهيج مشتياقي ولواتي وقد مر من أهد اللقاء بهور انتهت الحاشية وتكون مفسرة فقولك أشرت إلي أي فعل قال الشاعر وترمينني باللحظ أي أنت مجنب وتقلينني لكن إياك لا أقلي وأصل لكن إياك ههما لكن أنا إياك ومثله قوله تعالى لكن هو الله ربي فألطيت حركة الهمزة على النون فصار لكن أنا ثم أبغمت النون في النون وحبثت ألف أنا لأنها تسقط في الوصل فبقي لكن ما هو الله طب لا وهي تكون عاملة وهاملة فالعاملة على ضربين أحدهما أملها في النكرات وذلك إذا كانت جوابا لهل مني وهي تنسب الاسم وترفع الخبر في منزلة إلا لأنها مقيغتها ودل على ذلك ما حتى يونس من قولهم لا أحد أفضل منك إلا أنها مدنية مع ما بعدها وذلك أنها جواب لمن قام هل من أحد وحق الجواب أن يكون وفق السؤال فكان يجب أن يقال لا من أحد إلا أنهم حذفوا من وظمنوا الكلام معناها فوجد البناء لتضمن معنى الحرف وهكذا كل شيء يتضمن معنى الحرف يجب له البناء تقول في ذلك لا رجل عندك فلا وما عملت فيه في موضع رفع بالابتداء فإن عدت الإسم جاز لك في النعط ثلاثة أوجه أحد ذلك أن تنوين النعط فتقول لا رجل عاقلا عندك وهذا هو الاختيار والثاني أن تجعل النعط لمنعوت بمنزلة خمسة عشر ولا تبنى معه ما لا لأنه لا يجعل ثلاثة أشياء بمنزلة اسم واحد وذلك قولك لا رجل عاقل عندك والثالث أن ترفع عاقلا على الموضع وذلك قولك لا رجل عاقل عندك وإذا عطفت جاز لك وجهان النصب على اللفظ والرفع على الموضع وما يجوز حدث التميين ها هنا لأن الواوى تنع من البناء وذلك قولك ما غلام وجارية النصب وما غلام وجارية النصب فقولك في النصب طلاء ابو ابنا مثل مروان وابنه إذا هو ذي المجد ارتدى وتأزدى فإن كرغت ماء بواز في المعطوف ثلاثة أوجه النصب بلا تنين على جعل ماء الثانية بمنزلة ماء الأولى وذلك قولك لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله تعالى ما لغو فيها ولا تأثير والثاني أن تنصب وتنون وتجعل لا الثانية زائدة وذلك نحو قولك لا حول ولا قوة قال الشاعر لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع حشية الشاهد فيه ولا خلة حيث نسب على تقدير زيادة لا بالتأكيد عطفا على محل اسمنا السادقة انتهت الحشية هذا قول سيد ويل وأن يونس يونس فكان لا يجيز ذلك ويزعم أن التنوين في البيت غرورة والثالث أن ترفع على الموضع كقوله هذا لعمركم الصغار بعينه لا أملي إن كان ذاك ولا أبو حاشية ويروى لجدكم قيل إن هذا البيت لعمر ابن الغوث ابن طي وقيل إنه لغيره ونسبه سيبويه في كتابه إلى رجل من نجحي وزعم ابن الأعراضي أنه لرجل من بني عبد مناه قبل الإسلام لخمسمائة عام وقال الحاكمي هو لبني أحمر والأصفهاني هو لظمرة ابني ظمرة وكان له أخ مدعى جنب وكان أبوه وأهله يؤثرونه عليه فألف من ذلك وقال قسيدة هذا البيت منها ومنها قوله وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاص الحيس يدعى جنبه وأراد بالكريهة الحرب أو كل أمر فيه شدة والحيس كمر يخلط بسن وأكثر ثم يدلك حتى يختلف انتهت الحاشية وإذا جعلت لا جوابا له رفعت فقلت لا رجل لا رجل عند ويجوز في العقف مع الرفع وتكرير لا وجهان أحد هذما أن ترفع الاسمين كقولك لا حول ولا قوة إلا بالله قال الرائي وما هجرتك حتى قلت معلمك لا ناقة لي في هذا ولا جمل والثاني أن ترفع الأول وتنصب الثاني إلى كنين على حد قوله فلا لغ ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم ومن العرب من يجعل لا في منزلك ليس فقولك لا رجل عندك ولا تعمل إلا في نكرة مثل قوله من صد عن نيرانها فأنا بن قيس لا براح حاشية هو بسعيد ابن مارك ابن ضبيعة ابن قيس ابن قيس ابن تعلبة جد طرفة الشاعر يذكر الحرب وأهوالها وبعده صدرا بني قيس لها حتى تريف أو تراح انتهت الحاشية أين ذراح بي فإن دخلت لا على معرفة كررتها ولم تعمل شيئا وذلك نحو قولك لا زيد عندي ولا عمر ولا عبد الله ولا جعفر والضرب الثاني أن يكون نهيا فتجزم وذلك نحو قولك لا تقم لا تخرج والدعاء يجري مجرى النهي في الإعراب وذلك قولك لا تآخذنا ربنا ولا تسلط علينا مما يرحمنا وكذلك الترفيه نحو قوله تعالى ولا تحزن عليهم ولا تكفي غيط مما ينكرون وكذلك قوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن وكذلك الشفاعة نحو قولك لصديقك لا تضرب غلامة لا تعاقبه وأن الهاملة فتكون عاطفة نحو قولك قام زيد لا عمر وخرج أخوك لا أبوك وتكون زائدة على وجوه منها أن تزاد مع الواء لإزالة الاحتمال وذلك نحو قولك ما قام زيد ولا عمر وذلك أنك إذا قلت ما قام زيد وعمر احتمل أنهما لم يقوما معا ولكن قاما منفردين فإذا زدت لا زال هذا الاهتمال وصار إعلاما بأنهما لم يقوما ألبك وتزاد بين العامل والمعمون كقولك غضبت من لا شيء وجئت بلا زاد وقد زيدت توكيدا في نحو قوله تعالى لأن لا يعلم أهل الكتاب والمعنى لأن يعلم فأما قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ففيه ثلاثة أقوام أحدها أن لا زائدة فأنه قال اقسم بيوم القيامة وهذا القول فيه نظر أيضا لأن لا لا تزاد أولا والثاني أنها بمعنى ألا وفيه نظر أيضا لأنه لا يعرف له نظير والثالث وهو الوجه أن لا رد لكلامهم وذلك أن القرآن كالشيء الواحد والسورة الواحدة فيأتي الجواب عما في سورة أخرى فكأن لا رد لما تكرر من إنكار البعث ثم قال اقسم بيوم القيامة فأعلم الله تعالى أنه يقسم بيوم القيامة ولا يقسم بالنفس النوامة ويدل على صحة ما ذكرناه قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوذة فما فوقها وهذا جواب ما ضربه الله من المثل من العنكبوت والذباب وهما في موضع غير هذا والجواب عنهما هاهنا كما ترى وقد روى قنبل عنه كثير ما أقسم على أن اللام نام القسم وهذه القراءة فيها نظر من نجحي أحدهما حدث الألف التي بعد لا وهي في الإنام ثابتة والتاني حدث النون التي تصحب لام القسم لأنه لا يجوه والله لأقوم وقد أجازه بعض النحويين إذا كان القسم من الحام قال ويجوز حدث النون وإدقاء اللام كما جاز حدث اللام وإدقاء النون في قول الشاعر وقتيل مرك أسأرن فإنه سرغ وإن أخاكم لم يسأر حاشية أنبيت لعامر بن الطفيل وأشاهد فيه قوله أسأرن حيث حدث لام القسم وأبقى ومرت أبو قبيلة من قريس وأبو قبيلة من قيس غيلان وأسأرن أخذ بتأره والفرغ بكشر رفاء وفتحها بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناططة أن تقدم لكم هذه الماكة معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني ومن زيادة لا قول الشاعر أبا جوده للبخل واستعجلت به نعم من فتى لا يمنع الجود قاتله قالوا معناه أبا جوده البخل وفيه وجه ثاني وهو أن يكون البخل بدلا من لا لأن المعنى مجتمل عليه ويقول لا على هذا الوجه اسما وكان يجب أن يمد إلا أنه حكاها على نحو ما تستعمل بمعلم أنها تلك بعينها ويجوز أن يكون البخل وصفا بلا على تقدير حذف المضاف كأنه قال أبا جوده لا ذات البخل ثم حدث فأقام المضاف إليه مقامهم هذا على رواية من نصب البخل فعما من جره فإنه أضاف لا إليه لأن لا يكون للبخل وعن البخل وأراد أن يبين أنه من لا إلى البخل خاصة ما وهي تكون اسما وحرفا فإذا كانت اسما كان لها خمسة مواضع أحدها أن تكون استفهاما عما لا يحقل وعن صفات من يحقل وذلك قولك ما عندك فيقول المجيب فرس أو حمار أو نحو ذلك ويقول القائد من عندك فيقول زيد فتقول ما زيد فيقول عاقل أو عالم أو جاهل أو ما أشبه ذلك وثاني أن يكون شرطا وذلك نحو قولك ما تصنع أصنع قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة وقد تزاد عليها ما فيصير ما ما فيستثقل ذلك فيبدل من ألف ماء الأولى هاء فيقول مهما هذا قول الخليل وأما سيضويه فكان يقول في الأصل مهما ثم ركبا فقيل مهما وحكى ابن الأنبار مهما يقوم أقوم معه فيجوز أن يكون الأصل من من فابدلوا على نذهب الخليل وفيه نظر لأن الهاء لا تبدل من المين ويجوز أن يكون الأصل مه على قياس قول سيضويه والثالث أن يكون تعجبا كقولك ما أحسن زيدا وما أقبح عمرا وهي في هذه المواضع الثلاثة اسم تام بأير صلة ولا عائد وإنما لم توصل لأن الصلة توضيح وهذه المواضع تقتضي الإبهام والرابع أن تكون خبرية بمعنى النجم فتحتاج حينئذ إلى صلة وعائد وذلك نحو قولك يعجب من ما تصنع أي يعجب من الذي تصنع فتصنع في صلة ما والعائد محذوف وإن شئت أتيت به فقلت تصنعه وإنما جاز حذف العائد لطول الاسم والعرب تحدث هذا وما هو أكثر منه فمن ذلك قوله تعالى فاصدع بما تؤمر إن جعلتنا مصدرية كان الكلام على وجه التقدير فاصدع بالأمر وإن جعلتنا خبرية كان في الكلام حذف والتقدير فاصدع بما تؤمر بالصدع به فحذفت الباء واجتمعت الألف واللان فصار فاصدع بما تؤمر بصدعه ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فاصدع بما تؤمر به ثم حذف الباء على قول عمر بن معد كرب أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب حاشية النشب المال الثابت كالضياع ونحوها وهو من نشب الشيء إذا ثبت في موضعه وكأنه أراد بالمال ها هنا الإبل خاصة فلذلك عطف عليه النشب وقيل غير ذلك انتهت الحاشية نريد أمرتك بالخير ثم حذف نهاء من الصلة فصار فاصدع بما تؤمر الخامس أن تكون نكرة منصوفة كقولك مررت بما معجب لك أي شيء معجب لك وهي نكرة أبدا وعلى هذا حمل قوله ربما تجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال حاشية البيت لأمية بن أبي الصيد ويروى تكره مكان تجزع والفرجة بفتح الفاء تكون في الأمر وبظنها في الحائط انتهت الحاشية قالوا معناه رب شيء وإذا كانت حرفا كانت لها خمسة مواضع أيضا أحدها أن تكون نفيا للحال والاستقبال نحو قولك ما يقول زيد وما يخرج أمر فإن دخلت على الاسم كان للعرب فيها مذهبان أحدهما أن ترفع الاسم وتنصد الخبر هذا مذهب أهل الحجاز وذلك قولك ما زيد قائما وما عبد الله خارجا قال الله تعالى ما ها و بشرا وقال عز وجل ما هن أمهاتهم والثاني أن لا تعمل شيئا وهذا مذهب بني تنين تقول من ذلك ما زيد قائم وما عبد الله خارج فإن قدمت الخبر أو أوجبته استوى اللغتان فذلك قولك ما قائم زيد وما زيد إلا قائم فأما قول فرزدك فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر ففيه ثلاثة أقوال أحدها أنه شاد كشدود قولهم منحفة جديدة قال السيدويه ورب شيء هكذا يعني في القلة والشدود والثاني أن الفرزدك وهو تنيني أراد أن يستعمل لغة أهل الحجاز فغلط فظن أنهم يعملون ما مع تقديم الخبر كما يعملونها مع التأخير والثالث أن بشرا ترفع بالابتداء وخبره محذوف والمعنى إذ ما في الأرض مثلهم بشر ونصب مثلهم على الحام وكان قبل ذلك وصفا لبشر فلما قدم نصب وهكذا حكم النكرة إذا تقدم وصف عليها قال ذرمه وتحت العوالي والقنى مستظلة ضباء أعارتها العيون الجآذر وهذا أجود ما قيل والثاني أن يكون مع الفعل في تأويل المصدر نحو قولك يعجبني ما قمت والمعنى يعجبني قيامك ولا يحتاج إلى عائد عند سيبويه وكان أبو الحسن مخالفه في ذلك ويظمر لها عائدا فعلى مذهبه وكون اسما وعلى مذهب سيبويه تكون حرفا والثالث أن تكون زائدة وذلك على ضربين أحدهما أن تكون كافة وذلك نحو قولك إنما زيب قائم ولعلنا أخوك خارج قال الشاعر تحلل وعالج ذات نفسك وانظرا أبا جعل لعلنا أن تحالل ومن العرب من يزيد ما ولا يعتد بها فيقول إنما زيبا قائم وهو في ليتما أكثر وبيت النابغة منشد على وجهي قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد فمن أنشد بالنصد لم يعتد بنا ومن أنشد بالرفع جعلنا كافة حاشية من قصيدة يعتذر فيها إلى الملك النعمال بن منذر وأولها يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد وقوله قالت أي فتاة الحي وهي زرقاء اليمامة كانت تبصر من ثلاثة أيام فمر بها فمر بها سرب من القطع فقالت ليت الحمام ليه إلى حمامتيه أو نصفه قديه كم الحمام مية فنظروا فإذا هي ست وستون وبعد البيت فحسبوه فألفوه كما ذكرت تسعا وتسعين لم تنقص ولم تزد انتهت الحاشية ويجوز أن تعملنا بمعنى الذي ويقول هذا خبر مبتدأ محذوف وتكون الجنة من صلة ما ويقول التقدير قالت ألا ليت الذي هو هذا الحمام لنا وتكون ما في موضع نصب بليت ولنا خبر ليت والثاني أن يكون لغوا وذلك نحو قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم أي فبرحمة ومثله فبما نقضهم منثاقهم أي فبنقضهم وأما قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوذة ففيه قولان أحدهما أن ما له والتقدير إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوذة والثاني أن ما نكرة وبعوذة بدل منها يسد مسد الوصف ويجوز الرفع في بعوذة من وجهه أحدهما أن تكون خبر مبتدأ محذوف على طريق الجواب كأنه قال ما هذا المثل فقيل بعوذة أي هي بعوذة والثاني أن تكون ما بنعنى الذي وبعوذة خبر مبتدأ محذوف والجملة من سلة ما والتقدير إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا الذي هو بعوذة والرابع أن تكون مسلطة وذلك نحو قولك ربما قام زيد وذلك أن رب تدخل على الأسماء النكرة فلما دخلت عليها ما سلطتها على الدخول على الأفعال ومن ذلك قول الله تعالى ربما يود الذين كفروا والخامس أن تكون مغيرة وذلك نحو قولك لما أكرمت زيدا وذلك أن لو كانت تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره فلما دخلت عليها ما نقلت معناها إلى التخصيص ومن ذلك قوله تعالى لما تأتينا بالملائكة و وهي من الحروف الهوامل وهي تختص بالمندوب وذلك قولك وزيداه وعمراه وحكم المندوب أن يلحق آخره ألف لمد الصوت فإن وقفت عليه لحقت بعد الألف هاء ويجوز أن يجري نجر المنادة أي قال وزيد وعمر ولا يذكر المندوب إلا بأشهر أسمائه ولا يندب مضمر ولا مبهم ولا مكرة ها ولها موضعان أحدهما أن تكون حرفة به وذلك نحو قولك ها أنا ذا جواب لمن قال لك أين أنت ويقول الإثنان ها نحن ذاني ويقول الجميع ها نحن أولئي وتقول المرأة ها أنا ذا وتقول المرأتان ها نحن تاني وتقول النساء ها نحن أولئي وتقول للمخاطب ها أنت ذا وللإثنين ها أنت ما ذاني وللجميع ها أنتم أولئي قال الله تعالى ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتقول للمؤنث ها أنت به وللإثنتين ها أنت ما تاني وللجميع ها أنت أولئي وللغائب ها هو ذا وللجميع ها هم أولئي وللواحدة ها هي ذه وللإثنتين ها هما تاني وللجميع ها هن أولئي ومن ذلك هذا وهذان وهذه وهتان وهؤلاء وفي قولك ها معنى التنبيه ولذلك تنصب النكرة على الحال بعده نحو قوله تعالى هذا باني شيخا إن شئت جعلت العامل في الحال معنى التنبيه وإن شئت معنى الإشارة ويبين لك ذلك أنك تقول ها قائما ذا زود فإن جعلت العامل معنى التنبيه صحة المسألة لأن الحال وقعت بعد العامل وإن جعلت العامل معنى الإشارة لم تجز المسألة لأن الحال قبل العامل وإذا كان العامل غير متصرف لم تتقدم عليه الحال والثاني من موضعيها أن تكون اسما من أسماء الفعل ومعناه خذ تقول ها للواحد المذكر وللمؤنث وللاثنين والجميع ولغة ثانية وهي أن تقول هاك وهاكما وهاكم ولغة ثالثة وهي أن تقول ها للمذكر وها للمؤنث وهاؤما وهاؤون وهاؤون قال الله تعالى ها أم اقرأوا كتابية ولغة رابعة وهي أن تقول ها للمذكر وهائي للمؤنث ولغة خامسة وهي أن تقول ها للمذكر وهاء للمؤنث يا وهي من حروف النداء وهي أم حروفه والمنادى على ثلاثة أوجه مفرد ومضاف ومضارع للمضاف فالمفرد على ضربين معرفة ونكرة فالمعرفة على ضربين معرفة قبل النداء كقولك يا زيد ومعرفة بالنداء كقولك يا رجل إذا قيلت على واحد بعينه وكل النوعين مبني على الظن قال الله تعالى يا صالح ائتنا بما تعبنا وقال يا جبال أيوبي معه وأما النكرة فنحو قولك يا رجلا إذا لم ترد واحدا بعينه ولكن كل من أجابك فهو الذي أردت وهي منصوبة وكذلك المضاف نحو قولك يا عبد الله ويا أبا زيد وكذلك المضارع للمضاف نحو قولك يا خيرا من زيد ويا حسنا وجهه وإنما ضارع المضاف من أجل قوله وقد يكون يا للتنبيه نحو قولك يا اذهب زيد وعلى هذا قرأ بعض القراء أألى يا اسجد وقيل معناه وهؤلاء اسجدوا وقال ينفر على هذه القراءة يلزم السجود ولا يلزم على غيرها حاشية من سورة ابن وهذه قراءة الكسائي وارويس وأبو جعفر وقراءة الباطين أن لا بالهمزة وتشتيب النام وأصلها أن لا فأل ناصبة ولذا سقطت نون الرفع من الفعل بعدها انتهت الحاشية ومثل ما ذكرناه قول ذرنا ألا يسلمي يا دار مي على البناء ولا زال منهلا لجرعائك القطر وكذلك قول آخر يا دار سلما وسلمي ثم سلمي بسمسم أو عن يمين سمسمي حاشية البيت للعجاج بن رؤبة الراجز المشفوع وقد أنشده بمنظور في مادة سلسم ونسبه إليه وسلسم اسم موضع بعينه وقال بن سكيت هو رملة معروفة ومنطن الاستشهاد قوله يا إسلمي حيث اقترن حرف النداء بفعل على أن التقدير يا دار إسلمي يا في جميع ذلك للتنبيه فأما قول الآخر يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جار فعلى تقدير حذف المنادى والمعنى يا قوم لعنة الله على سمعان بل وهي من الحروف الهوام ومعناها الإضراب عن الأول والإيجاب للثاني تقول من ذلك ما قام زيد بل عمر وخرج أخوك بل أبوك تقع بعد النفي والإيجاب جميعا هذا مذهب البصريين وأما الكوفيون فلا يجيزون أن تقع بعد الإيجاب وإنما يقع عندهم بعد النفي أو ما يجري مجراه وإذا جاءت في القرآن كانت تركا لشيء وأخذا في غيره وأكثر ما تأتي بعد الإنكار نحو قوله تعالى أم خلق السماوات والأرض ظل لا يؤمنون ولقوله تعالى وما يشعرون أيان يبعثون بل ادار كعلمهم في الآخرة عن وهي تكون اسما وتكون حرفا فأما كونها اسما فنحو قولك جلست من عن يمينك وقمت من عن شماله قال القطامي فقلت للركب لما أنعلى بهم من عن يمين الحبيا نظرة قبل حاشية قوله الحبيا مصغر لا تكبير له اسم موضع بالشام ويقال نظرة قبل إذا لم يتقدمها نظر انتهت الحاشية والدليل على أن اسم دخول من عليها وكل مكان دخلت من عليها فهي هناك اسم وعما كونها حرفا فهو نحو قولك رميت عن القوس ومعناه المجاوزة وكذلك حدثت عن أبيك وقد تأتي بمعنى الباء نحو قوله تعالى وما ينطق عن الهوى أي بالهوى وتأتي بمعنى بعد فقوله تعالى عما قليل لتصبح الننا دمين أي بعد قليل وقال الشاعر قرب مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي وتأتي بمعنى على نحو قوله الله ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني أراد علي وعن في جميع ذلك حرف من حروف الجر ومنها ساكنة فإن لقيها ساكن كسرت لالتقاء الساكنين نحو قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد في وهي من الحروف العوام وعملها الجر ومعناها الوعاء تقول من ذلك المال في الكيس واللص في السجن أي اجتمل الكيس على المال والسجن على اللص وقد يتسع فيها في جري مجر المثل وذلك نحو قولك فلان ينظر في العلم كأن العلم قد اجتمل عليه وزعنا الكوفيون أنها تكون بمعنى على في قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل أي على ومنه قول الشاعر وهم صلب العبدية في جذع نخلة فلا عطشت شيبان إلا بأجدع ومنه قول عن تره بطل كأن ثيابه في سرحة حاشية السرحة الشجرة العظيمة شبه البطل بها لعظم جرمه وتمامه يحذي معال السبت ليس بتوأم والسبت جنود البطر أو كل معال مدبوغة بالقرب انتهت الحاشية والبصريون يقولون في على بابها والمعنى أن النخلة مجتملة على المسلوب لأنه إنما يصلب في عراضها لا عليها فكأنها صارت له وعاء أو اجتملت عليه وقالوا وتكون بمعنى مع في قوله وهل ينعم من كان أحدث عهده ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال قالوا معناه مع ثلاثة أحوال من وهي من الحروف العوامل وعملها الجر ولها معاني منها أن تكون بابتداء الغاية وذلك نحو قولك خرجت من الدار وجئت من البصرة ومنه قولهم زيد أفضل من عمر أي ابتدأ فضله من فضل عمر وقيل معناها التبعيد ومنها أن تكون للتبعيد وذلك نحو قولك لبست من الثياب ثوبا وقبضت من الدراهم درهما أي لبست بعض الثياب وقبضت بعض الدراهم وتكون لجنس وذلك نحو قولك هذا ثوب من خز وذاب من ساج أي من هذا الجنس قال الله تعالى واجتنب الرجس من الأوثان أي الرجس الوثني وتكون زائدة وذلك في النفي نحو قولك ما جاءني من أحد أو ما رأيت من أحد قال الله تعالى ما لكم من إله غيره وقوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاد أي ما لكم إله غيره وفما أوجفتم عليه خيلا وقال النبغة وقفت فيها أصيلالا أسائلها أي تجوابا وما بالربع من أحد حاشية هذا البيت من قصيدة للنابغة الذبياني التي يعبدونها من المعلقات والتي مطلعها يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد والبيت من شواهد السيدوي والرواية فيه أعيت لا عيت وقوله أصيلالا أصله أصيلال بالنون فأبدل النون ناما وهو إبدال غير قياسي والأصيلال تصغير أسلال الذي هو جنع أصيل والأصيل الوقت قبيل غروب الشمس وأعيت عجزت وبعفت انتهت الحاشية قال الكوفيون وتأتي بمعنى عن ذلك نحو رميت من القوس أي عن القوس وتأتي بمعنى الباء نحو قولك نحو قوله تعالى يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله والبصريون يقولون معناه له معطبات من أمر الله يحفظونه قال الأصمعي وقد تكون بمعنى إله وأنشد الأصمعي أزمعت من ليل ابتكارا وشطت على دين وأن تزار قال معناه إلى آل ليلى قال البصريون وتكون قسما ولا يدخل إلا على رب نحو قولك من ربي لأخرج من ويكون أمرا وذلك نحو قولك من إذا أمرته بالمين وهو الكذب قد وهي من الحروف الهوامل وهي مختصة بالفعل وإنما لن تعمل فيه لأنها قد صارت كأحد أجزائه ومعناه التوقع وإذا دخلت على الماضي قربته من الحال وذلك قولك قد جاء ولهذا حسن أن يقع الماضي في موقع الحال تقول رأيتك وقد قام زيد أي في هذه الحال وقد تحدث وهي ملوية ومن ذلك قوله تعالى أن أؤمن لك واتبعك الأرض وكذلك قوله أو جاءوكم حصرت صدورهم أي قد حصرت ودل على ذلك قراءة بعضهم أو جاءوكم حصرة صدورهم وتذمر مع الماضي أيضا إذا وقع خبرا لكان وأخواتها كقوله تعالى إن كان قميصه قد من دبر أي قد قد ومن ذلك قول النابغة أنست خلاء وأنسى أهلها احتمل أي قد احتمل وإذا دخلت على المستقبل دلت على التوقع والتقليل كقولك قد يفعل وقد يخرج أي ذلك قليل منه وقد تستعمل في معنى ومنها كي وهي من الحروف العوامل وعملها النصب في الفعل تقول من ذلك جئتك كي تحسن إلي وخرجت كي أسلم عليك وقد تدخل عليها اللام نحو قولك لكي تفعل وقد يلحقها لا فيقال جئت كي لا يغضب ولكي لا يغضب وزعم الكثمون أنك ما تأتي في معناها وأنشد لعمر بن أبي ربيعة إذا زرتنا فامنح بطرفك غيرنا كما يحسب أن الهوى حيث تنظر أي كي يحسب والرواية عن البصرين لكي يحسب وكي تنصب بنفسها إلا على مذهب من قال كيمة فإنها على هذا المذهب جارة وحريف الجر مختصة بالأسماء ولكن يظمر بعدها أن لتكون مع الفعل مصدرا والمصدر اسم فتكون داخلة على اسم كما كان ذلك في لام كي ولا مرجحت ومعناها في كلا الوجهين العلة وذلك أن ما قبلها علة لما بعدها من ومنها من وهي من الحروف العوام وعملها مصبف الفعل خاصة وهي من نفي المستقبل نحو قولك لن تقوم فهذا جواب من قال سأقوم وإنما نسبت لشبه هذه من حيث اللف هذا منهب سي بوي فأما الخليل فذهب إلى أن أصلها لا أمن إلا أن الهمزة حذفت تخفيفا فالتقى الألف والنون فحذفت لالتقاء الساكرين فبقي من ولا ينتصب فعل عند الخليل إلا بأن مظمرة أو مظهرة وألزمه سي بويه أن لا يجوز زيدا من أبرد لأن زيدا يوصل في أن لأنه مفؤول ضرب ولا يلزم الخليل هذا لأن الحروف إذا ركبت انتقل حكمها في غالب الأمر محوها ولو ولم إذا ركبنا فقيل هل ولوما ولولا ولنها ألا ترى أن معاني هذه الحروف قد انتقلت عن الحكم الأول وكذلك أن لما ركبت انتقل حكمها وكان علي بن سليمان لا يجوز زيدا لن أبرد من غير الجهة التي ألزمها سيبويه الخليل وهي أن عوامل الأفعال لا تتقدم عليها معمول معمولها من ومنها من وهي من الحروف الهوامل وعملها الجزم في الفعل وإنما عملت الجزم لأنها نقلت الفعل نقلين نقلته إلى الماضي ونفته ومن حكمها أن تدخل على المستقبل فتنقل معناه إلى الماضي وذلك نحو قولك لم يقم أمس وهو نفي فعل كأن قائلا قال قام أو خرج فقلت أنت لم يقم فلم يخرج فإن قال قد قام وقد خرج قلت أنت لما يقم ولما يخرج لون ومنها لون وهي من الحروف الهوامل وفيه معنى الشرط ومعناها امتناع الشيء لامتناع غيره ولا ينيها إلا الفعل مظهرا أو مظمر وذلك نحو قولك لو جاءني زيد لأكرمته ولو خرج عمر لأدركه زيد فقولك لأكرمته ولأدركه زيد جواب له فربما حذف الجواب وذلك نحو قوله تعالى ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموت أي لكان هذا القرآن وقال الشاعر وجدك لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفع هاشية البيت ممرئ القيس والرواية فيه أجدك لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفع وقول لو أحد أتانا رسوله لما أجدناه ولكن لم ندفع عن ذلك والبيت من إحدى قصائده وموضع الشاهد قوله لو شيء أتانا رسوله سواك إذ ليس لني هنا جواب كما أنسك عن الجواب في قوله تعالى ولو أن قرآن سورت به الجبال انتهت الحاشية أي لو أتانا رسول شيء سواك لما أتينا وشيء وارتفع بإذمار فعل فإنه قال لو كان شيء أتانا رسوله فمثله قول الله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائم رحمة ربي وأن قوله تعالى ولو أن قرآنا فتقديره عند أبي العباس لو كان أن قرآنا أو لو وقع أن قرآنا وكان سيبويه يذهب إلى أن لو إنما وليدها أن على التشبيه بلولا لأنها أصلها ومركبة منها وإنما لم تعمل لو وفيها معنى الشرط لمخالفتها حروف الشرط وذلك أنها لا ترد الماضي مستقبلا كما يفعل حرف الشرط ألا ترى أنك تقول إن قمت غدا كنت معك في معنى إن تقم غدا أقم معك ولا تقول لو قمت غدا قمت معك وإنما تقول لو قمت أنس لقمت معك هم ومنها هم وهي من الحروف الهوامل لأنها لا تختص بأحد القبيلين ولها موضعان أحدهما أن تكون استثهاما عن حقيقة الخبر وجوابها نعم أو لا وذلك قولك هل قام زيد هل عمر خارج قال الله تعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم والثاني أن تكون بمعنى قد وذلك نحو قوله تعالى هل أتى على الإنسان قالوا قد أتى على الإنسان ومثله قوله جل ذكره وهل أتاك نبأ الخصم أي قد أتاك وهو كثير القرآن مذ ومنها مذ وهي على ضربين أحدهما أن تكون اسما فإن كانت حرفا جرت ما بعدها وإن كانت اسما ارتفعنا بعدها والاختيار أن ترفع بعدها ما مضى وأن تجر ما أنت فيه وذلك نحو قولك ما رأيته مذ يومان والتقدير بيني وبين لقائه يومان وقيل التقدير مدة فراقه يومان فمذ على الوجه الأول خبر المبتدى ويومان مبتدأ وعلى الوجه الثاني تقول مبتدأة ويومان خبر فمذ ها هنا اسم في الوجهين جميعا وتقول ما رأيته مذ عامان حرف بمنزلة وهي في الزمان بمنزلة في المكان حاشية في السطر اضطراب على ما يظهر ويبدو ان اصل العبارة وتكون حرف جر بمنزلة في وهي في الزمن الحاضر بمنزلة من في المكان ومن لا تدخل على الزمان فاما قوله تعالى لمسجد اسس على التقوى من اول يوم فقالوا تقديره من تأسيس اول يوم ولذلك قول زهير بمن الديار بقنة الحجر اقويم من حجج ومن دهري اي من مر حجج ومن مر دهري ورواه بعضهم من حجج ومن دهري حاشية مطلع قصيدة يمدح بها زهير هرم ابن سنان والقنة اعلى الجبل والحجر قال ابو عمر ولا اعرف الا حجرة مود ولا ادري هل هو ذاك ام ما واقوينا اخلينا حجج جمع حجة والواية ابو عمر من حجج ومن شهري ورواية ابو عبيدة مدحجج ومذ شهري انتهت الحاشية وقالوا كان من لغته ان يجر بمذ على كل حال والاصل في مذ مذ يدل على ذلك انك لو سنيت بمذ فصخرته لقلت منيذ وان التصغير وردت الاشياء في غالب الامر الى اصولها الحروف الثلاثية منذ وهي تكون اسما وحرفا واذا كانت اسما ارتفع ما بعدها على نحو ما ارتفع بعد مذ واذا انجر ما بعدها كان حرفا وحكمها حكم مذ الا ان الاختيار ان تجر بها على كل حال ما مضى وما انت فيه تقول من ذلك ما رأيته منذ يومين ومنذ يومان ومنذ اليوم وان جعلته اسما قلت ما رأيته منذ يومان البيني وبين لقائه يومان ومدة فراقه يومان وزعم وزعم بعض الكوفيين انها مركبة من من وان واصلها من ان الا ان الهنزة خذفت ووصلت من بالذال وضمت المين من فرق بين من مفردة ومركبة فاذا جررت ما بعدها غنبت حكم من واذا رفعت ما بعدها غنبت حكم من محركت الذال من منذ لالتقاء الساكرين وظمت من يتفع الظم الظم هذا مذهب البصريين وقال الفراء ظمت منذ لانها تدل على معنى حرفين هما من وإلى وذلك أنك إذا قلت ما رأيته منذ يومين كان معناه ما رأيته من أول يومين إلى وقتنا هذا وقد جعل الفراء هذا قياس مضطرد قال بلي يتمح على الظم لأنها تدل على معنى التثنية والجمع وكذلك قبل وبعد يدلان على أن معناه ما في أنفسهما ومعنى المضاف إليه وكذلك ضرب ذل على الظم بأنه يدل على معنى الفاعل ومعنى المفؤول في أشباه ذلك نعم وهي حرف من الحروف الهوامل تكون جوابا وهي عدة وتصديق وهي نقيبة لا يقول القائل هل أنا كزيد فيقول نعم ولا يجاب بها إلا في التحقيق بلى وهي من الحروف الهوامل وهي جواب التقرير فيقول القائل ألم أحسن إليك فتقول بلى قال الله تعالى أمست بربكم قالوا بلى ولا يجوز هنا نعم لأنه يسير كفرا وذلك أنه يقول إلى معنى نعم لست بربنا وهي تكتب بلياء لأن الإيمال تحصل فيها ثم وهي من الحروف الهوامل ومعناها العقف وهي تبني على التراخي والمهلة وذلك نحو قولك قام زيد ثم عمر والمعنى أن عمرا قام بعد زيد وبينهما مهلة فأما قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم والأمر بالسجود كان قبل خلقنا ففيه ثلاثة أقوال من العلماء أحدها أن التقدير ولقد خلقنا أباكم آدم وصورناه ثم قلنا للملائكة اسجدوا له فجاء هذا على حد كلام العرب وذلك أنهم يقولون نحن هزناكم يوم كذا أو كذا أي آباؤنا هزموا آباءكم ومنه قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها أي وإذ قتل آباءكم لأن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه القصة لهم وإنما كانت للذين شاهدوا موسى عليه السلام والثاني أن الترتيب وقعها هنا في الخبر وهذا كقولك وقيت اليوم زيدا فقلت له كذا وكذا ثم إني قلت له بالأمر كذا وكذا والثالث أن ثم ها هنا وقع موقع الواو باشتراكهما في العطف وإنها لم تعمل ثم لأنها لا تختص بأحد القبيلين ومن العرب من يقول ثم فيبدل من الثائفاء على حد قولهم جدث وجدث وثوم وثوم في أحد القولين وكذلك ما جرى ما جراه ومنهم من يقول ثمة جيري وهي حرف مقسم به وقيل معناه نعم قال ابو القيس لم تفعلوا فعل آل حمضلة إنهم جيري بأسم تمر هاشية البيت من مقطوعة بمرئ القيس يمدح بها العوير بن شجنة وقومه بن عوف وقومه لم تفعلوا فعل آل حمضلة أي لم يغدروا بي ولا أسلموني كما فعلت بن حمضلة في شرح دول عمه إذ أسلمته يوم الكلاب فقتله أبو حنش التغلب وجيري في معنى حسب وقيل معناها حقا وهي في معنى القسم وقوله بئس ما أتوا به من خضلان شرح وإسلامه انتهت الحاشية وإنما كسرت من ثقاء الساكنين ولم تفتح حملا على أين وكيف لأنه لم يكثر استعمالها كما كثر استعمالهما خلا وهي على ضربين أحدهما أن تكون فعلا والثاني أن تكون حرفا وهي في كلا الوجهين استثناء فمن جعلها فعلا نسب ما بعدها وذلك قومك خرج القوم خلا زيدا ومن جعلها حرفا جرنا بعدها فقال خلا زيدا فإن جئت بها بعدنا نصبت لا غير وذلك نحو خرجوا ما خلا زيدا وإنما لن يجزل جرها هنا لأنه لا يصح أن يوصل بالفعل وما جرى مجرى وأجاز الكسائي الجر على زيادة ما وهو قبيح لأن ما لا يزاد أولا وقد ذكر موضع زيادتها ربا وهي من الحروف العوامل ولا تعمل إلا في النكرة ولها صدر الكلام لمضارعتها حرف النفي تقول من ذلك رب رجل أكرمته ورب فرس ركبته وقد أدخلوها على المذمر على شريطة التفسير ومن ذلك قوله ربه رجلا وربها امرأة نصب رجلا وامرأة على التفسير وهي مشددة وأما قول أبي كبير الزهير إن يشد القذال فإنه رب هيظل نجب لففت بهيظل حاشية هو أبو كبير الهدلي واسمه عامر بن حليس وفي الأصل كثير مكان كبير والهيظل جماعة من الناس مغزى بهم انتهت الحاشية فمن الضرورات وليس بلغة فالدليل على ذلك أن كل حرف على حرفين لا يكون إلا ساكن الثاني نحو هل وبل وما أشبه ذلك وقد تزاد عليها ما فيوليها الفعل فيقال ربنا قام زيد ويخفف فيقال رب ما ويؤنث فيقال ربت ما وهذا على تأميس الكلمة وكذلك ربت وثمت ولاك في أحد القول حاشية هناك قولان آخران أحدهما أنها لا النافية والتاء زائدة في أول الحين وهو رأي أبي عبيدة واستدل بأنه وجدها في مصحف عثمان مختلقة بحين في الخط والقول الآخر أنها فعل ماض في الأصل انتهت الحاشية وحكى أبو حاتم فتح الراء في جميع ذلك وهو شاد على تكون اسما وفعلا محرفة كما جاءت فيه اسما قولهم جئت من عليه أي فوقه قال الشاعر غدت من عليه بعدما تم ظنؤها تصل وعن قيض بزيزاء مجهل أي من شوقه وقال وقال الآخر غدت من عليه وانفذ الطل بعدما رأت حاجب الشمس اعتلاه ترفعا حاشية البيت بيزيد ابن الطفرية أي غدت من فوقه لأن حرف الجر لا يدخل على حرف الجر انتهت الحاشية فأما كونها فعلا فنحو قولك على زيد من جبل قال الله تعالى إن فرعون على في الأرض وقال طرفه وعلى الخيل بماء كالشقر حاشية عجز البلد وصدره وتساق القوم كأسا مرة وتساق القوم سقى بعضهم بعضا أي غال بعضهم بعضا والشقر شقائق المعمان أو هو شجر له ثمر أحمر انتهت الحاشية وإذا كانت حرفا كانت من الحروف العوامل وعملها الجر ومعناها الاستعلاء نحو جلست على الكرسي وصعدت على البيت ثم تجري مجر المثل فيقال على زيد ديم فمررت على زيد وقد قيل تقديره مررت على موابع زيد وقد وضعوها موضع البا وعلى ذلك تأولوا قراءة من قرأ وما هو على الغيب بظنين أي بالضاء أي بالغيب لأنه لا يقال ظننت عليه بكذا أي اتهمته فأما من قرأ ظنين بالضاد فعلى في موضعها لأنه يقال ظننت عليه بكذا أي بخلت ومما وضعت فيه موضع البا قول عمر بن أبي ربيعة فقالت على اسم الله أمرك طاعة وإن كنت قد كلفت ما لم أعودي فإذا أضافوا على إلى المغمر قلبوا الألف يا أن فقالوا عليك ومثل ذلك إليك ولديك قال الخليل أرادوا أن يفرقوا بين المتمكنة وغير المتمكنة نحو عليك وإليك سوف وهي من الحروف الهوامي وهي عدة وتنفيس وذلك قولك سوف أخرج وسوف أنطلق وهي مبنية على الفتح وفتحت كراهية للخروج من الواو إلى الكسر مع كثرة الاستعمال ولم تعمل وهي مختصة بالفعل لأنها صارت كأحد أجزائه بمنزلة لام مع المعرفة في الأسمان ودلك على ذلك قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى وهذه اللام إنما تدخل على الاسم والفعل المفارع فلولا أن سوف صارت كأحد حروف فعل لما جاز أن تدخل عليها اللام وقد حكي سو أقوم وهو من الشاذ الذي لا يؤخذ به إن وهي من الحروف العوامل تنصد الأسماء وترفع الأخبار واسمها مشبه بالمفعول وخبرها مشبه بالفاعل ولها أربعة مواضع أحدها الابتداء نحو قولك إن زيدا قائم والثاني بعد القول وذلك قولك قال زيد إن عمرا منطلق والثالث بعد أفعال الشك والعلم إذا كانت اللام في الخبر وذلك قولك ظننت أن زيدا يقائم وعلمت إن أخاك لخارج قال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون والرابع بعد القسم نحو قولك فالله إنك قائم فبعض العرب يفتحها هاهنا والكسر أكثر وأقيس لأنها موضع ابتداء وإنما نصبت إن وأخواتها ورفعت لأنها أشفعت الفعل في أربعة أوجه أحدها أن الضمير يتصل بها على حد اتصاله بالفعل وذلك كقولك إنني وإنك وإنه كما تقول أكرمني وأكرمك وأكرمه والثاني أن معناها معنى الفعل التوكيد والتحقيق والثالث أنها تطلب اسمين كما يطلب هو الفعل المتعد والرابع إن أواخرها مفتوحة كأواخر الفعل الماضي وإنما قدنا المنصوب فيها على المرفوع لأن لا يشبه الفعل لأنها على زنته بخلاف ما وذلك أنما أشبهت الفعل معنا وإن أشبهته لفظا ومعنا فلو قدم مرفوعها على منصوبنا وتوهن أنها فعل وأيضا فإنك لو قدمت المرفوع مجازة أن تذمر ولو أذمر لاتصل بأن وهو ظنور رفع وظنور الرفع إذا كان للمتكلم أو المخاطب كانتا ساكنا ما قبلها ولو أسكنت لحذفت إحدى النونين من التقاء الساكنين فكنت تقول أنت وهذا تصريف والتصريف لا يكون في الحروف فلما كان تقديم المرفوع يؤدي إلى هذا رفع لو يكون بمعنى أجل قال الشاعر ولا أقوم بدار الهوان إن ولا أمي إلى الغبر أخشى أبونه الحنج حاشية كذا بالأصل ولن نأثر على الشاهد في مضامه التي رجعنا إليها والتحميج أدامة النظر مع فتح العينين وإدارة الحدقة فزعا وقد يكون الحنج اسما منه وقد تكون الخنج بالخاء وهو الفتور وسوء الثنى انتهت الحاشية فيقولون إينا فيلحقون الهاء نحو قوله وقد كبرت فقلت أنه حاشية كما منذيت ويقل شيب قد علاك وقد كبرت فقلت أنه وهو لعبيد الله ابن قيس الرقيات ونقب بالرقيات لأنه تغزل بمسوة اسم كلهن رقية انتهت الحاشية أي أجل وأجاز ابن السراج أن تكون الهاء اسم إن والخبر محذوث والمعنى إنه كذلك وقد تأول بعضهم قوله تعالى إن هذا ملساحران على معنى أجل وفيه نظر لأجل دخول اللام في الخبر وأحسن ما قيل في هذا أنه لغة للحرث بن كعب لأنهم يقولون رأيت الزيدان ومررت الزيدان وقد وقد يكون فعلا على وجوه صناعية ولغوية الصناعية أن تقول وأيت أي وعدت فإذا أمرت بالنون الثقيلة مؤنثا قلت إني هذه ومن ذلك آن الوقت يأين أي حانا فإن أمرت مؤنثا مجموعا قلت إن كما تقول بعن يا مسوة وكذلك إذا أخبرت عن جماعة مؤنث وتقول إن يا زيد إذا أمرته بالأمين ومن ذلك إن في المكان إذا بنيت الفعل للمفهول وأصله إن إلا أنك كسرت أوله قياسا على قولهم حل في المكان أي حل وذلك أنهم مشبهون المضاعف بالمعتن فيكسرون أوله كما يكسرون أول قيل وبيع وما أشبه ذلك ومن مواضعها قولك إلا إلا قائمون فألقيت حركة الهمزة على النون ثم أدرمت النون في النون وهذا كقوله تعالى لكن ما هو الله ربي أي أنا هو أي بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطق أن تقدم لكم هذه الماتق معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني أنها وهي من الحروف العوامل وعملها نصب الاسم ورفع الخبر وحكمها في ذلك حكم المكسورة الهمزة وإنتها كإنتها إلا أن تلك حرف وهذه تكون ما بعدها أسماء وذلك قولك بلغني أن زيدا منطلق وكرهت أنك خارج وعجبت من أن أخاك ذاهب ولا يجوز إدخال اللام على خبرها إلا في شدود وقد تقدم ذلك فإن وقعت قبلها أفعال الشك فاليقين جاز إدخال اللام على خبرها وكسرها نحو قولك ظننت أن زيدا لقائم وعلمت أن أخاك لذاهب ولا يجوز مثل ذلك مع غير أفعال الشك واليقين ويقول بمعنى لعله حكى الخليل ائتي السوق أنك تشتري لنا شيئا أي لعلك وعلى ذلك حمل قوله تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون في مذهب من فتح أي لعلها حاشية من سورة الأنعام وممن قرأ إنها بكسر الهمزة ابن كثير وأبو عمر وتكون الجملة مستأنفة للإخبار بعدم إيمان من طبع على قلوبهم ولو جاءتهم كل آية انتهت الحاشية وتكون فعلا على ضربين أحدهما أن تكون من الأمين تقول أن زيد في مرضه أمين والثاني أن يكون من قولهم أن الماء يأنه أن إذا صده ليت ليت وهي من الحروف العوامل وعلتها في عملها كعلة إنا وأنا ومعناها التمني تقول حين ذلك ليت زيدا قائم وليت أخاك عندنا فتنصب الاسم وترفع الخبر إذا كان مفردا فإذا كان غير مفرد حكمت عليه بالرق فأما قوله يا ليت أيام الصباء رواجعا فعلى حذف الخبر وتقبيره يا ليت أيام الصباء لنا رواجعا وأهل الكوفة يزعمون أن الراجز أجرى ليت مجرى وددت لأنها في معناها وقالوا ليت شعري والمعنى ليتني أشعر شعرا والأصل شعرة إلا أنهم حذفوا الهاء تخفيفا للفرق بينه وبين المعنى الآخر حاشية المعنى الآخر للشعرة هو شعر الآن ألا ألا وهي من الحروف الهوامل ولها مواضع أحدها أن تكون تنبيها وافتتاحا للكلام نحو قولك ألا لعنة الله على الظالمين والثاني أن تكون عرضا نحو قولك ألا تنزل فتصيب خيرا ألا تقصدنا فنكرمك والثالث أن يكون تحضيظا نحو قولك ألا أكرمت زيدا ألا عمرا لقيته وقد يكون تمنيا وتنصب بعدها النكرة إلى تنميه فقولك ألا ماء باردا وإن شئت قلت ألا ماء بارد وحكمها حكمنا في ذلك قال حسان ألا طعان ألا فرسان عادية إلا تجشئكم عند التنانير وأما قول الآخر ألا رجلا جزاه الله خيرا يدل على محصلة كبيت فقال الخليل هو على إضمار فعل كأنه قال ألا تروني رجلا كما يقول ألا خيرا من ذلك ألا معنى ألا يأتي خيرا من ذلك وقال يونس نول مضبرا وتقول ألا رجل أفضل منك تنصب أفضل على مذهب سيبوي وأجاز المازني الرفع على الموضع إلى وهي من الحروف العوامل وعملها الجر ومعناها انتهاء الغاية تقول خرجت إلى المسجد وقصدت إلى أخيك وذهب بعض النحويين إلى أنها تكون بمعنى مع كقول العرب الزود إلى الزود إبل أي مع الزود وحملوا عليه قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم وجوزوا أن تكون إلى هاهنا على بابها والتقدير الزود مضاف إلى الزود وكذلك الآية كأنها في التقدير ولا تأكلوا أموالهم مضافة إلى أموالكم ومن ذلك قوله تعالى من أنصار إلى الله قالوا ويكون بمعنى عنده قالوا وتكون بمعنى فيه وأنشدوا وإن يلتقي الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الرفيع المصمدي إذن ومنها إذن وهي من الحروف التي تعمل مرة ولا تعمل أخرى وعملها النصب في الفعل خاصة وهي جواب من قال سأفعل ولها ثلاثة أحكام أن تقع مبتدأة فهذه عاملة تقول من ذلك إذن أكرمك وإذن أحسن إليك والثاني أن تقع بين الشيئين لا يستغني أحدهما عن الآخر فهذه لا تعمل شيئا وذلك نحو قولك زيد إذن يكرمك وعبد الله إذن يحسن إليك فأما قول الشاعر لا تتركني فيهم شطيرا إني إذن أهلك أو أطيرا ففيه قولان أحدهما أن خبر إن محذوف كأنه قال إني كارف إذن أهلك أو أطير والثاني أن الشاعر لما اغطر شبه إذن بلا فنصب بها كما ينصب بلا وذلك أنها تدل على الاستقدام كما تدل لن وهي جواب لمن قال سأفعل كما أن لن جواب لمثل ذلك والثاني أن تكون مخيرا في الإعمال والإهمال وذلك إذا دخلت عليها الفاء أو الواو نحو قولك فإذن يكرمك وإذن يحسن إليك وإن شئت نصبت قال الله تعالى وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا وفي بعض المصاحف وإذن لا يلبثون خلافك وهي في عوامل الأفعال ومنزلك أرى في عوامل الأسماء ألا ترى أن أرى إذا توسطت جاز إلغاؤها وإعمالها وإذن تتوسط ملغاة لا غير لأن عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء والاختيار والاختيار عند البصريين أن تكتب إذن بالألف والاختيار عند الكوفيين أن تكتب بالنون لأنها نون في الحقيقة وليست بتنوين أيا وهي من الحروف العوامل ينبه بها المنادى وذلك إذا كان بعيدا منك أو نائما أو متراخيا تقول أيا زيد أيا عبد الله قال ذر رمة أيا ضبية الوعساء بين جل جل وبين النقى أأنت أم مسالمي هيا هيا ومجراها مجرا أيا تقول من ذلك هيا زيد وهيا عبد الله والهاء بدل من الهمزة كما أبدلوها في هرقت الماء وهبرت الثوبة وهرحت الدابة في أشباه ذلك الحروف الرباعية حاشا وهي من الحروف العوامل وعملها الجر ومعناها للستنان تقول من ذلك ذهب القوم حاشا زيد هذا مذهب سيبوي وذهب أبو العباس إلى أنها فعل تنصب ما بعدها وذلك قولك ذهب القوم حاشا زيدا واستدل على ذلك بقولهم حاشا يحاشي وأنشد النابغة ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد ولا دليل في هذا لأنه يجوز أن يكون هذا الفعل مشتقا من الحرف كما اشتق نحو هللت من لا إله إلا الله وسبحت من سبحان الله وكبرت من الله أكبر والدليل على صحة قول سيبوي امتناعهم من أن يقولوا ذهب القوم ما حاشا زيدا كما يقولون ما خلا زيدا وما عدا عمرا وذلك أن خلا وعدا فعلان والفعل ما يوصل به وحاشا حرف والحرف لا يكون صلة قال الزجاج أصله من الحشا وهو الناحية قال الشاعر يقول الذي أنسى إلى الحزن أهله بأي حشا أنسى الخليط المباين ويقال حاشا وحاشا وحشا وحشا وفي هذا الحيث تقوية لمذهب أبي العباس لأن الحروف لا تحذف منها حتى وهي من الحروف التي تعمل مرة ولا تعمل أخرى فإذا عملت كانت جارة وكان معناها الغاية كقولك قام القوم حتى زيد وسرت حتى المغرب قال الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر تقدر مرة تقدير مع ومرة تقدير إلى وعلى هذا تقول أكلت السمكة حتى رأسها إن جعلتها بمعنى مع كان الرأس مأكولا وإن جعلتها بمعنى إلى كان الرأس غير مأكول ولكن الأكل انتهى إليه ويضمر بعد حتى أن إذا دخلت على الفعل وذلك قولك سرت حتى أدخلها والمعنى إلى أن أدخلها وإنما احتجت إلى إضمار أن من قبل أن حتى من عوامل الأسماء وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال فأضمرت أن لتكون مع الفعل مصدرا إذ المصدر اسم فتكون حتى داخلة على الاسم فإذا نصبت الفعل جاز أن تقدر حتى تقديرك إذا جعلت السير سببا للدخول وجاز أن تقدرها تقديرا إلى إذا جعلت الدخول غاية سيرك ويجوز الرفع على معنيين أحدهما أن تريد سرت فدخلت والثاني أن تريد الحالة كما حكي عن العرب المرض حتى لا يرجونه أي حتى الآن لا يرجع وقد قرعت القراء وزلزلوا حتى يقول الرسول وحتى يقول الرسول فأما الهاملة فتجري مجرى الواوي في العرض لأنها تدل على التعظيم والتحقير يقول في التعظيم مات الناس حتى الأنبياء والملوك وتقول في التحقير وصل الحاج حتى المشات والصبيان والنساء وعلى هذا تقول أكلت السمكة حتى رأسها أي ورأسها وقد تجري حتى مجرى حرف من القروف الابتداء فيقع بعدها الجمل وذلك نحو قولك سار القوم حتى زيد سائر قال جرير حتى ماء دجلة أشكلوا حاشية كتمة البيت وما زالت القتلى تمور دماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا هذه رواية الدوان وفي المغني فما زالت القتلى تمج دماؤها والشاهد لأنه أجرى حتى مجرى حرف من الحروف الابتداء فوقعت بعدها جملة ماء دجلة أشكلوا انتهت الحاشية وتقول ضربت القوم حتى زيدا ضربته فيجوز في زيد ثلاثة أوجه النصب على وجهي أحدهما أن يعطف بحتى على القوم والثاني أن تنصبه بإضمار فعل يدن عليه ضربته وأما الرفق فعل الابتداء وما بعده الخبر وأما الجر فبحتى على أن تجعل ضربته توكيدا بعد أن مضأ كلامك على الجر وهذا البيت ينشد على ثلاثة أوجه ألقى الصحيفة فيخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها كأن وهي من الحروف العوامل وعلتها كعلة أن إن وأن وليت وعملها كعملهن ومعناها التشبيه فإن خففتها كان لك وجهان الرفق والنصب تقول كأن زيد أسد وكأن زيدا أسد وقد أجاز مررت برجل كأن زيد على زيادة أم كأنه قال كزيد وأما قول الآخر ويوما ترى فيه بوجه مقسم كأن ضبية تعطو إلى وارف السلم فينشد على ثلاثة أوجه بالرفع وكأن ضبية بالنصب وكأن ضبية بالجر فمن رفع جعل ضبية مبتدأ وأضمر الخبر كأنه قال كأن ضبية من صفاتها كذا وكذا هذه المرأة ومن نصب أعمل كأن مخففة كما كان يعملها متقلة وأجاز ذلك من قبل أنها إذا عملت لشبهها بالفعل من الوجوه التي تقدم ذكرها والفعل قد يعمل محلوبا وذلك قولهم لم يكن زيد قائما وقد قرأ أهل المدينة وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم فاعملوا أن مخففة كما كانوا يعملونها متقلة وكأن كإن في ذلك وقد حكى سيبويه والأخفش ذلك قال الشاعر ووجه مشرق نحري كأن فديه طقان ينشد رفعا ونصبا فمن نصب فعلى أنه أعمل كأن مخففة ومن رفع فعلى الابتداء وفي كأن ضمير المجهول أي كأنه تدياه ثقان وقد قيل إن من رفع ضبية جعلها خبر كان وأضمر اسمها والتقدير كأنها ضبية ومن جر جعل أن زائدة فأنه قال كضبية كلا وهي تأتي على ضربين أحدهما أن تكون ردعا ونفيا فقوله تعالى ليكون لهم عزة كلا وقال تعالى قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا أي لا على طريق الزجر الرادع والثاني أن يكون بمعنى قولك حقا ومنه قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى إلا أنك تكسر بعدها إن في خلاف قولك حقا لأن كلا حرف وحق مصدر وما بعد كلا مستأنف مبتدأ وأصلها الردع والزجر على ما ذكر لولا وهي من الحروف الهوامل وقد ذكر أنها مركبة من لو ولا ولها موضعان أحدهما أن تكون تحضيظا وذلك قولك لولا أكرمت زيدا لولا أحسنت إلى عمر أي هلا قال الله تعالى لولا ينهاهم الربانيون أي هلا وقال الشاعر تعدون عقرني بأفضل مجدكم بني ضوطر لولا الكمية المقنعة أي هلا تعدون الكمية المقنعة أفضل مجدكم ولا ينيها إلا الفعل مظهرا أو مضمرا والثاني أن يكون الامتناع الشيء لوجود غيره وذلك نحو قولك لولا زيد لأكرمتك فزيد يرتفع بالابتداء والقبر محذوف أي لولا زيد بالحضرة أو عندك أو ما أشبه ذلك هذا مذهب سيبوي وقولك لأكرمتك جواب لولا وليس من زيد بشيء فإن وليتها أن فتحتها فقلت لولا أنك حاضر لقمت وإنما فتحها هاهنا لأنه مكان أمن وقوع الفعل فيه وحاضر خبر أن وهو يسد مسد خبر المبتدى وقد حكى أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بذن النحاس أنها تكون جحدا في قوله تعالى لولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها وقال غيره هي تحضيظ فقوله لولا أكرمت زيدا ولولا أحسنت إلى عمر وما أشبه ذلك لوم وهي من الحروف الهوامل ومعناها التحضيظ وهي مركبة من لو وما تقول لوم أكرمت زيدا ولوم أحسنت إلى عمر قال الله تعالى لوم تأتينا بالملائكة بمعنى هنّا ولا يليها إلا الفعل مظهرا أو مضمرا على ما تقدم في لولا لعل وهي من الحروف العوامل تنصب الاسم وترفع الخبر وعلتها كعلة إنا وأن وكأن وفيها لغات قد يقالوا لعل ولعن وعن ورعن وأن قال أفصح لعل وعن وأن قال الله تعالى لعلك باخع نفسك وقال الراجز يا أبتي عنك أو عساك حاشية هو هو لرؤبه وصدره تقول ابنك قد أنا آناك أي حان وقتك انتهت الحاشية فأما إن فقد تقدم ذكرها وقد حكي أن بعض العربي يجر بها وأنشد النحويون فقل تدع أخرى وارفع الصوت ثانيا لعل أبي المغوار عنك قريب وهو من الشاذ وتقول لعلني أفعل كذا ولعلي والنون الأصل وإنما حذفت تشبيها بحذفها من أني وكأني لقرب مخرج اللام في النون وحذفت من أني وكأني كراهة لاجتماع النونات وقد حذفوها مع ليت فقالوا ليتي قال الشاعر كمنيتي جابر إذ قال ليتي حاشية قاله زيد الخير الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير وهو من المؤلفة قلوبهم انتهت الحاشية إلا وهي من الحروف الهوامل ولها ولها مواضع أحدها أن تكون استثناء ولا يخلو ما قبلها أن يكون موجبا أو منفيا فإن كان ما قبلها موجبا انتصب ما بعدها على كل حال تقول من ذلك قام القوم إلا زيدا ينصب زيدا بالفعل المتقدم إلا أنه يصل إليه بوساطة إلا كما تنصب ما بعد الواو التي بمعنى مع بالفعل الذي قبلها مع وساطة الواو وهذا مذهب سيبوي وقال أبو العباس إلا بدل من استثني وهذا يفسد بقولهم قام القوم غير زيد ألا ترى أنه لا يصح هاهنا أستثني غير زيد وقال الفراء الأصل في إلا إن لا فأسكنت النون وأدغمت في اللهم فإذا نصبت نصبت بأن وإذا رفعت رفعت بلا وهذا فاسد لأنه لا خلاف بينهم في جواز ما قام إلا زيد برفع زيد لأنه لا شيء قبله يعطف عليه وليس في الكلام منصوب فتكون إن عاملة فتكون إن عاملة فيه وإذا كان كذلك فسد ما ذهب إليه وقال الكسائي انتصب المستثنى في قولك قام القوم إلا زيدا بأن محذوفة هي وغيرها والتقدير إلا أن زيدا لم يقم وهذا تفسير لطف وحكي عنه أيضا أنه قال انتصب المستثنى لأنه شبه بالمفؤول وهذا يقرب من قول البصريين وإذا كان ما قبلها منفيا وتم الكلام جاز لك فيما بعد إلا البدل والنصب والبدل أجود وذلك قولك ما قام أحد إلا زيد وما مررت بأحد إلا زيد قال الله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم ويجوز أن تقول في جميع ذلك إلا زيدا وقد وقد قرأ ابن عامر إلا قليلا على أصل الاستثنى فإن قدمت المستثنى نصب على غير فقلك ما قام إلا زيدا أحد وما لي إلا إياك صديق وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب فإن فرغت ما قبل إلا لما بعدها عمل فيه بقسطه من الإعراب وذلك ما قام إلا زيد وما رأيت إلا زيدا وإلا هاهنا إجاب وليست استثناء لأنه ليس قبلها ما يستثنى منه وإذا كان الاستثناء من غير الجنس نصبت على لغة الحجازيين وأبدلت على لغة التميميين وذلك قولك ما في الدار أحد إلا حمارا أو إلا حمار وما مررت بأحد إلا وتدا وإلا وتد ويروى قول النابغة إلا الأوارية وأواريه بالنصب والرفع فمن نصب فعلى الاستثناء المنقطع ومن رفع فعلى البدل من موضع من أحد وهذه من بيت قبله ودار ميت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد ولا يجوز الجر على اللف لأن بعد إلا موجب ومن لا تزاد على الموجب والسيبويه يقدر الاستثناء المنقطع بلاك والفراء يقدره بسوى وزعم أبو عبيدة أن إلا قد تكون بمعنى لا قال ذلك في قوله تعالى لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا ورد ذلك الزجاج وغيره وقال هو استثناء من غير الجنس على معنى لكن على حد قولهم ما زاد هذا المال إلا نقص أي لكن ما نقص ويقال إلا أقم أقم والأصل إن لا تقم وأدغمت النون في اللام وليست من الأولى في شيء ولكنها تشاركها في اللفظ قال زهير جريء متى يظلم يعاقب بظلم أما وهي من الحروف الهوامل ولها موضئان أحدهما أن تكون لتفصيل الجمل وذلك نحو قولك جاءني إخوتك فأما زيد فأكرمته وأما عمر فأهنته وأما جعفر فأعرضت عنه قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحق والثاني أن تكون قطعا وأخذا في كلام المستأنف وعلى هذا يرج ما يأتي في أوائل الكتاب نحو قولك أما بعد كذا ولها موضع ثالث هي فيه مركبة وذلك قولك أما أنت منطلقا انطلقت معك والأصل أنما أنت فأدغمت النون في النون بعد أن قلبت إلى لفظها وما عوض من الفعل المحدث والتقدير إن كنت منطلقا فحذفت كان وعوض منها ما وأتى الضمير المنفصل لأن التاء ضمير متصل لا يقوم بنفسه ونصبت منطلقا لأنه خبر كان المحيوف موضع أن نصب لأنه مفعول له والمعنى من أجل أن كنت منطلقا إن فلقت معك وأنشد سيبويه أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع إما وهي من الحروف الهوامل ولها موضع واحد هو الشك وذلك قولك أكلت إما خبزا وإما تمرا أنت متيقن أنك أكلت أحدهما وشاك فيما أكلت منهما والفرق بين إما وأو أنك إذا قلت أكلت إما خبزا وإما تمرا فقد اتدأت بالشك وبنيت كلامك عليه ونظير ذلك قومك وننت زيدا قائما ألا ترى أنك بنيت كلامك على الشك وإذا قلت أكلت خبزا أو تمرا فإنما اعترضك الشك بعد أن مضى صدر كلامك على اليقين ونظير ذلك زيدا ظننت قائما مضى صدر كلامك على اليقين ثم اعترضك الشك والثاني أن يكون تخيرا وذلك قولك جالس إما الحسن أو المسيرين وتعلم إما اللغة وإما النحو أي أنت مخير في أحدهما والثالث أن تكون إباحة ومسائل الإباحة كمسائل التخير وإنما يقع الفرق بينهما بالقرائم وليست إما من حروف العقف كما يذهب إليه بعض النحويين يدمك على ذلك أنك إذا قلت رأيت إما زيدا وإما عمرا لم يخلو قومك إما زيدا وإما عمرا أن تكون إما الأولى عاطفة أو الثانية فلا يجوز أن تكون الأولى حرف عطف لأن حرف العطف لا يبتأ به ولا يجوز أن تكون الثانية لأن الواو حرف لأن الواو حرف عطف ولا يجمع بين حرفي عطف في شيء من الكلام وإذا تبين ذلك ضطل أن تكون عطفة ولكن النحويين لما رأوا إعراب ما فعدها كإعراب ما قبلها ذكروها مع حروف العطف تقريبا والتساء ولئما موضع آخر هي فيه مركبة من إنا وما وذلك في الشرط نحو قولك إما تخرجن فأخبرني قال الله تعالى فإما تراين من البشر أحدا فقولي وقال الأعشى فإما تريني ولي ممة فإن الحوابث أودى بها والجزم بإن وما زائدة كما زيدت في نخ أينما وحيثما وما أشبه ذلك حل وهي من الحروف الهوامل ومعناها التحضير ولا يليها إلا الفعل مظهرا أو مضمرا لاختصاصها به وهي مركبة من هم ولا تقول من ذلك هلأ أكرمت زيدا هلأ أتيت خيرا من ذلك فإذا أظمرك الفعل قلت هلأ زيدا هلأ خيرا من ذلك أي هلأ أكرمت زيدا هلأ أتيت خيرا من ذلك تغمر فعلا فدن عليه الحال المشاهدة ومن العرب من يقول ألا أكرمت زيدا ألا أحسنت إلى عمر لما وهي من الحروف التي تعمل مرة ولا تعمل أخرى ولها ثلاثة مواضع أحدهما أن تكون نافية وذلك قولك لما يقم زيد لما يخرج عمر وأصلها لم زيدت عليها ما وهي جواب من قال قد قام وقد خرج قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وتدخل عليها الهمزة فيقال ألما يقم والواو ويدخل عليها الفاء والواو فيقال فلما ولما وما أشبه ذلك والثاني أن يقع بعدها الشيء بوقوع غيره وذلك نحو قولك لما جاء زيد أكرمته ألا ترى أن الإكرام إنما وقع بوقوع مجيء زيد وكذلك لما قصدني عمر أحسنت إليه قال الله تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه وأن بعد لما زائدة بخولها فخروجها والثالث أن تقع بمعنى إلا حكى سيبويه نشتك الله لما فعلت أي إلا فعلت ومثل ذلك بالله لما فعلت وقد قدر جلة النحوينين على ذلك قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ فإن بمعنى ما ولما بمعنى إلا لكن تكون مخففة ومثقلة فالمخففة غير عاملة والمثقلة عاملة ومعناها في كلا الحالتين الاستدراك والتوكيد فالمخففة كقولك ما قام زيد لكن عمر وتعطف ما بعدها على ما قبلها ولا بد أن يكون في صدر كلامك نفي إذا عطفت المفرد على المفرد ولا يجوز أن تعطف بها المفرد على المفرد بعد الموجب فإن كان بعدها جنة زاز أن تقع بعد الموجب وذلك قولك قام زيد لكن عمر لم يقم وإنما وجب أن يكون كذلك من قبل أن ما بعدها مخالف لما قبلها فإذا كان ما قبلها موجبا كان ما بعدها منقيا وأن المثقلة فهي من أخوات إن وعملها كعملها وذلك قولك أتادي زيد لكن عمرا لم يأتني وكذلك خرج عبد الله لكن محمدا مطيم وقد أدخلوا على خبر هلام وذلك قوله ولكن من حبها لا أميد حاشية ونص المحات أكثرهم على أن هذا الشاهد لا يعلم قائله ولا تعرف له تكمة ولا سابق أدى ابن عقيل الذي رواه بيتا كاملا دون أن ينسبه ونومون في حب ليلة عوازلي ولكن من حبها لا أميد وهذا من الشاذ الذي لا يقاس عليه وقد اضطر الشاعر فحذف النون من المخففة وذلك قوله فلست بآتيه ولا أستطيعه ولكن اسقني إن كان ماء كذا فضلي يريد ولكن اسقني فاضطر فحذف النون لالتقاء الساكنين وكان حقه أن يقسر النون إلا أنه حذف ليتزن له البيت تم الكتاب والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا وهكذا نأتي إلى ختام كتاب معاني الحروف لعب الحسن الرماني تحقيق الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي وفيما وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه الأبيات من ديوان الإمام الشافعي وهو مسجل لدينا كاملا على أشريطة أخرى العقل وحده لا يغني لو كنت بالعقل تعطى ما تريد إذن لما ظفرت من الدنيا بمرزوق رزقت مالا على جهل فعشت به فلست أول مجنون ومرزوق ثم يقول بعنوان علمي معني علمي معي حيثما يمنت ينفعني قلبي وعاء له لا بطن صندوق إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق ثم يقول بعنوان الصديق ربما أخفأ في حق الصديق دام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوق ما يقول بعنوان هو الحظ قال محمد بن المنصور قرأت في كتاب طاهر ابن محمد أن ليس بوري بخط الإمام الشافعي إن امرأ وجد اليسار فلم يصب حمدا ولا شكرا لغير موفق الجد يدني كل أمر شاسع والجد يفتح كل باب مغلق وإذا سمعت بأن مكدودا أتى ماء ليشربه فغاض فحققه وأحق خلق الله بالهم ممرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيبي وطيب عيش الأحماق ثم يقول بعنوان ما حك جلدك مثل ظفرك ما حك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك وإذا قصدت لحاجة تقصد لمعترف بفضلك ثم يقول بعنوان القناعة هي الغنى رأيت القناعة رأت الغنى فصرت بأذيالها متمسك فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك ثم يقول بعنوان من أعظم البلاء ومن الشقاوة أن تحب ومن تحب يحب غيرك أو أن تريد الخير للإنسان وهو يريد بيرك ثم يقول بعنوان الفتنة العظيمة أنشد الشافعي رضي الله عنه في فساد العالم المتهتك والجاهل المتنسك قال فساد كبير عالم متهتك وأكبر منه جاهل المتنسك هما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمتك ما يقول بعنوان المرء بفعله لا بقوله إن الفقيه هو الفقيه بفعله ليس الفقيه بنطقه ومقاله وكذا الرئيس هو الرئيس بخلقه ليس الرئيس بقومه ورجاله وكذا الغني هو الغني بحاله ليس الغني بملكه وبماله ثم يقول بعنوان البدعة في الدين ضلالة وقال الربيع سمعت الشافعية يقول أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وعن الربيع قال أنشدني الشافعي لم يفتئ الناس حتى أحدثوا بدعا في الدين بالرأي لم يبعث بها الرسل التستخف بحق الله أكثرهم وفي الذي حمل من حقه شغل ثم يقول بعنوان الحمد قرين الرفعة سن النفس واحملها على ما يزينها تعش سالما والقول فيك جميل ولا تول ين الناس إلا تجملا نبى بك ظهر أو جفاك خليل وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عسى نكبات الدهر عنك تزول ولا خير فيه الدمر متلون إذا الريح مالت ما لحيث تميل وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليلين ثم يقول بعنوان وهل يستوي العالم والجاهل تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافظة ثم يقول بعنوان تفرغ لطلب العلم لا يدرك الحكمة من عمره يكدح في مصلحة الأهل ولا ينال العلم إلا فتن خال من الأفكار والشغل لو أن لقمان الحكيم الذي صارت به الركبان بالفضل بلي بفقر وعيال لما فرق بين السبن والبقر ثم يقول بعنوان الوقوف على أبواب الملوك ذل إن الملوك بلاء حيث ما حل فلا يكن لك في أبواب هم ظل ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك إن أرضيتهم مل فاشتغن بالله عن أبوابهم كرما إن الوقوف على أبوابهم ذل ثم يقول بعنوان الرفض والنص إذا نحن فضلنا عليا فإننا روافض بالتفضيل عند ذو الجهل وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته رميت بنصب عند ذكرية للفضل فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما بحبهما حتى أوشد في الرمي ثم يقول بعنوان حب آل البيت فر يا آل بيت رسول الله حبكم فرد من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له ما يقول بعنوان التحامق غير الحمق جرت بين الشافعي وبين بعض أصحابه مجانة فقال وأنزلني طول النوى دار غربة إذا شئت لقيت امرأ لا أشاكله أحامقه حتى يقال فجية ولو كان ذا عقل لكنت أعاقله المراد بالنوى البعد عن العقلاء وأهل الدين إلى أهل الهزل والمجانة تصنعا وقد ألاقي جاهلا لا أشاكله ولا أوافقه ولكني أجاريه في حمقه حتى يظن الجهلاء أن ذلك طبيعة وخلقة بيه ولو كان ذا عقل لشاكلته في عقله وجريت معه في فهمه ثم يقول بعنوان استعارة كتب استعار الشافعي من محمد بن الحسن الكوفي الفقير يميذ أبي حنيفة شيئا من كتبه فلم يسعفه به كتب إليه الشافعي رضي الله عنه يقول كل الذي لم تر عينا من رآه مثلا ومن كان من رآه قد رأى من قبله لأن ما يجنه فاق الكمال كله العلم ينهى أهله أن يمنعوه أهله لعله يبذله لأهله لعله ثم يقول بعنوان طريق المعالي وقال رضي الله عنه بقدر الكد تكتشب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي فروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي البيت الأول في هذه الأبيات مروي زائع ولكن بقدر الريوع يكون قبول النكوس للأقوان والمحال في البيت الثاني المستحيل ما يقول بعنوان كثرة العلم تورث التواضع كلما أدبني الظهر أراني نقص عقل وإذا مزدت علما زادني علما بجهن ثم يقول بعنوان الحظ يرفع ويخفر المرء يحظى ثم يعلو ذكره حتى يزين بالذي لم يفعله وترى الغني إذا تكامل ماله يخشى وينحل كل ما لم يعمله ثم يقول بعنوان داريت كل الناس لكن وداريت كل الناس لكن حاسبي مداراته عزت وعز منالها وكيف يدار المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها ما يقول بعنوان مجد العلم رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لآم وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام ويتبرونه في كل حال كراع الضأن تتبعه السوام فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام ثم يقول بعنوان ثلاث مهلكات ثلاث هن مهلكة الأنام وداعية الصحيح إلى الثقام دوام مدامة ودوام وفء وإدخال الطعام على الطعام ثم يقول بعنوان لا أنثر الضر على الغنم قال الشافعي تأقتل علمي عن ذوي الجهل طاقتي ولا أنثر الضر النفيس على الغنم فإن يسر الله الكريم بفضله وصادفت أهلا للعلوم وللحكم بثثت مفيدا واستفدت ودادهم وإلا فمخزون لدي ومقتت فمن منح الجهل علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم ما يقول بعنوان لعمري أخبر عثمان بن محمد العثماني وحدث عنه أبو محمد ابن حيان قال حدثنا أبو علي من نيسى بوري ببغداد حدثنا بعض أصحابنا أن محمد بن إبريس الشافعي لما دخل مر أتاه أصحاب مالك وأقبلوا عليه فابتدأ يخالف أصحابه ثم أنشد قائلا فأنصر درا بين سارحة البهن وأنظم منثورا لراعية الغنم لعمري لإن ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا فيهم غرر الكلمة فإن تهل الله العزيز بلطفه وصادفت أهلا للعلوم وللحكم بثفت مفيدا واستفت ودادهم وإلا فمكنون لدي ومكتكم ومن منح الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم ثم يقول بعنوان العفة تورث العفة عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم إن الزنادين فإن أقردته كان الوفى من أهل بيتك فاعلم ثم يقول عن أسباب الغنى أجود بموجود ولو بيت طاويا على الجوع كشحا والحشا يتألم وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي ليخفاهم حالي وإني لمعدم وبين وبين الله أشك فاقتي حقيقا فإن الله بالحال أعلم ثم يقول بعنوان ليس للشام فين يوم وحدث أبو الحسن الصابنجي المصري قال فأيت قبر أبي عبد الله الشافعي بمصر وعند رأسه لوح مكتوب عليه قضيت نحبي فسر قوما ثم حمقى بهم غفلة وقوما كأن يومي على حتم وليس للشام فين يوم وهو شاع أشبه بشاعر الشافعي ولعله كان أوصى بكتابته على قبره ثم يقول بعنوان الفر لا يهتك فرمة أخي يا هاتك انحرم الرجال وقاطع سبل المودة عشت غير مكرم لو كنت حرا من ثلالة ماجد ما كنت هتاك لحرمة مسلم من يزن يزن به ولو بجداره كنت يا هذا لبيبا ففهم ثم يقول بعنوان لا تتعب نفسك قال الأصدعان عدثنا محمد بن إبراهيم عدثنا الحسين بن محمد بن غوثم الدمشقي قال سمعت المزنية يقول كل ما الشافعي في بعض ما يراد منه فأنشأ يقول ولقد بلوتك وابتليت خليفتي ولقد كفاك معلمي تعليم ثم يقول بعنوان تضرع ودعاء بموقف ذلي دون عزتك العظمى بمخفي شر لا أحيط به علم بإطراق رأتي باعترافي بذلتي بمد يدي أستنفر الجود والرحمة بأسمائك الحسنة التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النثر والنظم بعهد قديم من ألست بربكم بمن كان مكنونا فعرف بالأسمى أذقنا شراب الأنس ياما إذا سقى محبا شرابا لا يضام ولا يضمع بانتهاء هذه الأبيات المختارة من ديوان الإمام الشافعي التي قرأها الدكتور محمد إبراهيم نصر ينتهي الكتاب معاني الحروف للرماني انتهت هذه المالكة ولكم تحيات أكوانك المدينيش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر